يا صباح الخير والجمال والسعادة على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم يوم جديد إن شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا بإذن الرحمن وكمان إن شاء الله حضراتكم تسعدوا معنا بمتابعتكم لينا في حلقة النهاردة اللي عندنا فيها كلام كتير جدا أوي خارص بصفة خاصة عن ماتش بارح صباح الفل عليك صباح الهنا يا كريم وصباح النصر زي ما احنا متعودين ظهر إن شاء الله أو يعني المتفألة جدا إن الموسم ده بإذن الله حنيجي في كل ماتشاط الأهلي نقول صباح النصر لأن فعلا أداء بيبقى رائع جدا ونتيجة اللي احنا متوقعينها يعني أنا سعيدة جدا وعندي موقف كمان قبل ما نبدأ بقى الحلقة عايز أحكيه لك مبارح تحديدا مبارح أنا كنت في مكان يعني في كافيه مع أصدقائي بنتفرج على المباراة طبعا الناس كتيرة جدا كانت متواجدة ماتشاط الأهلي يعني ما تلاقيش كرسي في كافيه لازم تحجز قبلها احنا فاهمين الكلام ده المباراة خلصت والأهلي فاز عايز أقول لك أن هم الويترز الناس اللي بتشتغل يعني في الكافيه دهما عارفيني طبعا يتابعوا البرنامج ومعظمهم أهلوية ما كانوش عايزيني أدفع التشاك مبارح يعني هو علشان الأهلي فاز فيقولولي لا يا أستاذة عشان الأهلي يبتع بس طبعا أنا مرضتش يعني بس اللمسة عجبتني يعني فاهم لما حد يكون من كترة حبه في النادي الأهلي أي حد طبعا النادي الأهلي عايزين يعني يسعدوه عايزين يعملو له أي حاجة عجبتني جدا مبارح حتى صحابي كانوا عادين يقولوا شمعنا أنت جولي أنا مخصوص مش أسأل قالوا الترابيزة كلها فكانت طبعا بس الحاجات دي بتحصل كتير يعني بجد والله دي مش أول مرة تحصل يعني قلت لك أنا على حاجة تقريبا كانت من سنة برضو طلبت حاجة أونلاين وكانوا عايزين يبعطوها لي بلاش عشان بشتغل في النادي الأهلي ومن حبوهم برضو في النادي الأهلي بسو هي حاجات ممكن تبان للبعض أو قصص بسيطة بس بالنسبة لي هي معناها كبير جدا لما حد يكون بيحبك لهذه الدرجة عشان أنت بتمثل النادي اللي هو بيحبه أو بيشجعه فأكيد يعني حاجة مش موجودة كتير بصراح على كل حال خلينا النوة يا كريم بقى في الحلقة إن شاء الله معنا ضيوف مختلفة معنا كمان ملفات مختلفة صحيح الملف الأول اللي هنفتحه في جولة فقراتنا الحوارية هتكون بحضور النقدة الرياضية دعاء بدل وطبعا هنتكلم معها عن آخر مستجدات الألعاب الأخرى حضراتكم عارفين زي ما منهتم بكرة القدم منهتم كمان بأن احنا نعرف حضراتكم ويأول بول كل المستجدات في دنيا الرياضات الأخرى دي الفقرة الأولى الفقرة الثانية هيكون معنا فيها حديث مطول عن طبعا ماتشاط الأهلي مش بس الماتش اللي فات ما هو قادم كمان ده الملف اللي هنفتحه مع طبعا ضفنا اللي هنورنا في هذه الفقرة وكمان هيكون معنا الأستاذ سليمان النقرى النقد الرياضي وأحمد السعداني المحلل الكروي وحديث بقى مطول حول النادي الأهلي وبصفة خاصة ماتش مبارح وماتش مبارح كان نقدر نقول عليه أن هي كانت ليلة تقلق حسين الشحات وكل لعيبة النادي الأهلي ده عنوان مناسب جدا لمباراة الأمس في أولى مواجهتنا الأفريقية في دوري أبطال أفريقيا أمام سانت جورج الإثيوبي هدفين للشحات زي الفل الأول جاء من أسست زي الفل هو كمان من إمام عشور والتاني من أسست لا يقل عنهم جمالا من كهرباء وبطبيعة الحال ترجمهم حسين الشحات لأهداف ولا أروع الهدف الثالث كان للعيب أحمد عبدالقادر اللي نزل نقدر نقول كده زي بالتعبير البلدي نزل عفرة الدنيا وعفرة الأجواء وعفرة المتش وزي ما اتكلمنا كتير قبل كده مع حضراتكم أن الحكاية مش حكاية فوزه بس مش ده اللي مندور عليه دايما كجماهير النادي الأهلي لو حتى الفوز ما تحققش لا سمح الله لأي سبب من الأسباب نتيجة غياب الروح أو تحامل المسئولية أو التركيز من كل اللعبين ده بقى للناس بتقف عنده كتير وبتقى متضررة جدا احنا مش بنهتم بالنتيجة بقدر ما بنهتم بحضور روح الفانيلا الحمرة وكانت حضرة وبقوة الحقيقة وشفناها منعكسة في أداء ممتاز من كل اللعيبة وديه الحاجات اللي بتحول النهاية لنهاية سعيدة بفوز مستحق بأداء ممتع بتكتيج دفاعي وهجومي مميز يعني حاجة جميلة جدا حقيقة كمان يعني لازم نقف برضو عند إمام عشور المستوى الحقيقة لافت جدا للأنظار وإن شاء الله يكون إضافة فعلا عشرة على عشرة في سكواد النادي الأهلي الفترة اللي جاية ماتش رائع ماتش كان جميل جدا ويعني كمان عايزة قبل ما نتكلم عن أهمية الفوز زي ما تكلمش فيها زي ما انتكلمت عن الأداء الأداء اللي أسعدنا جميعا تكلم عن فعلا جملة هجومية منظمة لكل اللعيبة واللعيبة كمان تحسن هي قرية بعض يا كريم فيه كامستر حلوة جدا في الملعب هي دي روح النادي الأهلي اللي كانت بالمناسبة في فترة ما مش موجودة أو في بعض المباريات مش موجودة عندك مساحات مقفولة كانت صحة جدا على المنافس عندك شكل للفريق بجد يفرح الأداء كان يبسط كمان أي مشجع كرة قدم خلينا نقول ليش بس الأهلوية فبجد فيه يعني لا فيه تقلق رائع جدا وبداية موفقة جدا عايزة بقى أتكلم عن أهمية الفوز دلوقتي أهمية الفوز لو أنت هتتكلم لا هو ليه كمان أبعاد كتيرة جدا بدأت الدوري وبدأنا كمان دوري أبطال الأفريقيا لجانب طبعا دوري السوبر الأفريقي اللي حيكون في النسخة الأولى اللي حينطلق إن شاء الله الشهر اللي جاي وأقول متشاطنا هتكون مع سيمبة تنزاني لو أنا مش غلطانة بالزبط وكلها متشاط أعتقد مهمة جدا وبطولات مهمة جدا وبردو كالعادة خلينا نقول يعني لقب كل بطولة أنت بتلعب فيها مهم مفيش بطولة أنت عايز تفقد اللقب بتاعها بالعكس أنت عايز تحافظ على الألقاب اللي عندك وتزود عليها فمهم جدا كمان أنت تحافظ على لقب الدوري تحافظ على لقب دوري أبطال أفريقيا تكسب كمان بلقب أول نسخة كالر بإذن الله الفترة اللي جاية هرجع أقول تاني أنا من الناس اللي شايف الراجل ده بجد راجل فاهم جدا كرته حلوة جدا التطوير حاصل في النادي الأهلي الكامستري حلوة جدا فلو حد يختلف مع الكلام اللي أنا بقوله ده خلينا يعني نعرف بس بجد الناس كلها أجمعت بجد كالر صاحب فكر وصاحب نظرية رائعة جدا وبتبلج كمان في اللقاطات كده معينة زي بعد نهاية ممتش مبارح هو بيتوجه للجمهور وهو اللي بيسقف لهم وهم بيبدلوا التحية والتسئيف والاحترام لا الناس مقدارة الشغل اللي هو عامله وفاهمين كويس هوا انه حقيقي لي إنعكاسات طيبة ويادي بيضاء على الشكل الحلو اللي كلنا بنشوفه بنسعد به في الفترة الأخيرة على كل حال خلينا نروح نشوف دلوقتي تصريحات كولر ونرجع نكمل بيسهل ماتش العودة الماتش الجاية هيبقى المنافسة عايز يعمل حاجة ويبدأ يهاجم ياخد مخاطرة عشان خاطر اللي عايز يتأهل لكنه بإمكانت تأهل منافسة إنكاسات طيبة ويبدأت لك بعض الخيانات والسقة لما تأتيب الآن بباردك 3-0 نعم لدينا ما يقولوني عن الناس المشروع بيطاعة طرقم وهمها جدا ويكنا نحن نحن نشوه يعمل سعب بيطاقة مع سورة ويبدأت كنت بدافع جديد ام حوبيز يدى انت تتعيب نعم لدينا جمعين لدينا أتماع الأفع كيف يمكنك ذلك الجامع بك في مجرد الأفضل؟ كيف تشعرون هذا الباب للعبة؟ نعم, من يمكنك ذلك الشعب العقارة وبعد ذلك اجتبت أن يمكنك ذلك التعب الانيارة والإجتبار لتجربة لقد شعرت الأن لم يكن أفضل لايجب أن نفعل ما نفعل نعم في حالة المنفية نعم فرقه على المنفث عن المنفثي ماتش وقدرت أنا أقرأ المنافس وأشوف هنقدر نلعبه إزاي كلمت مع العيبة عن الموضو دا. آآ أنا اللي طلعني معجبنيش خالص. وان لازم نهاجم أكتر من كده. كان لازم إن حن نضغط عليهم أكتر من كده ونغلطهم أكتر من كده. يجب أن ننزل أيضاً. واحد صفر كتنتيجة أوليلاً جداً. أقول أفعل أن الانتزاب محادثي. لقد كانت محادثي لتفعار المغير شوطين. عندما أتطلع من هذا الحيث يجبونه فيها المنفسين. نحن علي أن نعدي أن يكون الإضافيات مختلفة. وأنت أحضر مقارنة داخلهم في أدائي سبب أفضل. وبعد ذهي ، الحمدلل Did Apparck ، ونهاد قبيره بشكل المعارض من الزيسية ، ويهانا الأشياء ، لا يمكننا أيضا مكسب التي ذهب نحو القبيل ما ، وقد ذهب في الرحمن ، وحتى نحوال بعض الأشياء ، وقد ذهب في قد أن النقوم الحق ، وطول اجتماع لأفريقيا ، وقد اعجب ، وده ، وقد رهبا ، على السلام ويجب ان نعطونا كثيرا بمعارضة هنا وحضرهم تشهر بمعارضة لحضر المقارضة. وصف من 4-0، وحضرهم جديد من جديد في الجامعين في الراسل ومعارضة المقارضة، ومعارضة المقارضة في الراسل ومعارضة المقارضة. هل حضر المقارضة للغاية؟ لديهم جميع جميع Spieler معي وكلة ساعدة ببعض وهناك يهمية جميع والقوم يجب ان ليسوا ببعض لأننا يموضيين ويجب أن أرهد أنه سيكون ببعض ويجب أن يتجدون فكرة كل شخص في معتشات وأيضا الكثير منه ان انت مهما يكون في عندها غيابات تقدر تعوضها كمان عنصر منافسة بين اللعيبة على مركزها ده برضو بيخلق منافسة مهمة. القايمة كبيرة للتنوع اللعيبة اللي عندنا بيساعدني ان انا اقدر اعمل كمان اقدر اعمل التدوير اللي انا لازم هعمله مع عدد المنشاط الضخم اللي عندنا دي من دول وكل اللعيب بيقادي احسن ما عنده عشان خاطر يحاول يلعب اكبر قدر ممكن. طبعا احنا الموسم بدأ وخلاص ما فيش وقت حتى ولهم مسافلون سيارات التسية وهم مددى أفقا الكبراء حتى يوجد تحلية التسية أنت مった الديناس الكبراء للمكتاب في الساسن، سوارة موسم junior تبعب بلد سيارة ميستشافهات، سيارة مامان expandت سيارة وإما اليفتان داخل التزيارات، كبيرا، سوف كبيرا، سيارات التزيارات كبيرا، سيارات التزوجون عليك أن تضيط تجم في تجمونا على المستوزمة، سيارة الانت àsيارات الماضية فيما يتحدث في هذه المستقبل، فيما أن تتحدث في تلك المستقبل، ومعاً كما تتحدث في المستقبل؟ ؟ Birkainen هو على الشيئًا مشكلة أن يكون هناك حيث ايضاً ليس لدينا مقابلات لدينا ونحن نحن ندريًا أن نتحن في القديم لدينا أيضاً منقوز انهم لقدرنانا في نهاية الحالي أن تكون هذه المعظمات كذلك من العامل لقدرنا على المعظمات ، أن نحوة الوقت أسرع نهاية ونحوة إلى المعظمات لأننا لا يوجد هذا الكثير من المعظمات ما هي الناس في الناس في الناس التي تعتقدها؟ من أنتظر في الناس التي يتقل في الناس في التعليم ومن ثم من أيضا بشكل مدرسيق وإنجال في الناس في الناس ، في ذلك المنزل ، فقد تعطيره وإلا أنه لا يمكنك كعدد ايام على الضغط المطشاطي اللي عندنا وعدد المطشاط كنازل بفترة اطول من كده لكن عشان كده مهمة جدا المطشاط اللي عندنا دلوقتي ان احنا بنحاول عن طريق المطشاط دي وضغط المطشاط دي وشدة المطشاط دي ان احنا نعلي الرتم اللعيبة نعلي الرتم بتاعنا نوصل اللعيبة للحالة البدنية والزهنية اللي احنا عايزينها فاحنا بنستغل المطشاط دي دلوقتي لكده الناس كلها شافت ان احنا الموسم اللي فات هنا بنلعب لغاية اخر مباراة في الدوري لغاية اخر مباراة اللعبة وقف على رجليها حالية البدنية والزهنية كانت قوية جدا لغاية الاخر. اهم ده بيحتاج شغل كتير. احنا بنحاول دلوقتي نشتغل بنفس الشغل ده ان احنا نوصل للاعيبة الاعلى مستوياتها باسرع وقتة ممكن انها توصل لا لا اعلى مستوى بدني وزهني. لكن ده محتاج شغل كتير جدا لفترة اللي جاية. مع تاني فترة الاعداد ما قادش طويلة. ده بنقدر ان احنا نحققه عن طريق المتشاط عن طريق التدريب. احنا دلوقتي مع شدة المتشاط دي كمان ما بيقاش فيه ايام تدريب كتير. اهم بتبقى ايام بتتمرر ومعن بيقى عندك على طول الاستشفى تاني يوم. وهكذا لكن احنا بنحاول قدر امكان ان احنا نوصل للاعيبة الاعلى مستوى ممكن بدني وزهني ونفسي اهم باسرع وقتة. اخر حاجة عشان طولنا. بس اخر حاجة هو ان عدش كنا بعد اللي ماتش. احنا بس احتفل معاها. ماذا حاجة غيبي من دور فرحوا JAMES احتفل معاها باشتب� County. احنا على الهبرئ در قائل احتفل فثري والاان لأنني أعرف أن المصريين بيعشاقوا كورة القدم وبيحبوا النادي الأهلي جدا وعشان كده مهم جدا نحن نحس بالدعم ده واللعيبة تحس بالدعم ده وأن هم ينبسطوا ويستعيدوا مع الجمهور مع بعض ويشاركوا الاحتفاظ مع الجمهور شكرا طبعا كولر فهم ومن بدر قوي طبيعتنا كمصريين بشكل عام وطبيعة الأهلوية جمهور النادي الأهلي بصفة خاصة مبارح طبعا كانت ملامح الرضا مرسومة على وشه في أكتر من لقطة نقلتها الكاميرات وطبعا تجلى بقى معنى الرضا في اللقطة اللي كنت بقول لحضراتكم عليها من شوية وهو راح يتوجه بيحي هو كمان الجمهور زي ما هم كمان كانوا بيحيوا من المدرين الفنيين اللي بحب جدا أسمع التصريحات بتاعته بعد كل مباراة سواء انت خفايز أو سواء انت يعني كسبان وفكرة ارتباط كولر من اللحظات الأولى اللي وصل فيها كمان القاهرة وشفنا اللقطات دي طبعا وكننا عرضين على قناة النادي الأهلي وطريقة التعامل مع الصحافة وطريقة التعامل مع الجماهير كانت جميلة تحس ان الراجل ده جاي عايز يكسب الجماهير وفي كل مباراة ببحاريس حتى في المؤتمرات الصحفية ان هو إراضي الجماهير يذكر الجماهير دايما في المؤتمر الصحفي مفيش مؤتمر صحفي كولر لم يتحدث عن جماهير النادي الأهلي ولما دولاتي بيتكلم وانا عجبتني الجملة قالك المصريين بيحبوا النادي الأهلي ودي حقيقة المصريين بيحبوا النادي الأهلي دي جملة حقيقية جدا فالراجل ده فعلا بيمتاز بذكاء شديد جدا ووصل للجماهير في وقت كمان قليل جدا سواء كمان بالمستوى الشخصي أو بالأداء اللي هو حقه لنا على أرضية الملعب الشقة التانية اللي أنا عايزة أتكلم فيه بقى يا كريم وهو التصريحات الخاصة بسان جوج وعضو مجلس الإدارة في نادي سان جوج كان طالع بيتكلم وقال كم نقطة برضو عجبتني جدا أولا قالك سوق حظنا ان احنا بنبدأ مع النادي الأهلي وقالك كمان أنا لا يمكن ان احنا برضو نتوقع الفوز على النادي الأهلي قالك النادي الأهلي في حتة تانية خالص تكتيكيا وفنيا وإحنا لسه يعني زي ما تقول عندهم كوادر شاب لسه قدامهم من الوقت طويل شكر كمان في حسين الشحات تحديدا وبيرستا وتكلم ان هم فعلا لعيبة يعني متقلقة جدا فكل التصريحات دي أعتقد حلوة جدا أنك تسمحها من خسم أو تسمحها من منافس يعني أنا بساطتني جدا وأنا دايما ببقى حريصة أن أنا أشوف التصريحات الخاصة دايما بير المدير الفني أو حد من مجلس الإدارة للنادي الآخر بيقولوا إيه الخسارة شايفينها إزاي والمكسب مثلا شايفينه إزاي فعجبني التصريحات دي وانأكدت على حاجة أكدت طبعا أن أنت نادي كبير جدا والناس عام لالك إيمة كبيرة جدا عربيا وإفريقيا وإنت مش بس إفريقيا أو عربيا معروف أنت نادي العالم كله عارفك أنت نادي العالم كله فعلا عارفك تقول نادي الأهلي المصري ما أعتقدش في حد بيتابع قرط القدم وبيحبها ما يعرفش نادي الأهلي المصري إيه اللي يبقى هو مش معنا فعجبني التصريح وأعتقد يعني بداية برضو موفقة بس لسه لأنا دايما بقول يا كريم دي بداية بس مش هنقول بداية سهلة بس لسه بداية يعني معقولة اللي جاي أكبر واللي جاي أصعب والتحدي والمنافسة جديدة جدا سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي فلسه قدامنا طبعا شوت كبير جدا بس إحنا إن شاء الله أدهوا قدود وهذهنا شفنا يعني آخر مطشين بصفة خاصة للنادي الأهلي مطمئنين جدا لكل الجماهير في كل مكان تاني نرجع ونقول إحنا منتكلم على إن اهتمام الجمهور بينصب في المقام الأول على حضور الروح وطبعا إنه بتبقى اللعيبة فيئة ومصحصحة ومبقاش فيه شبهة طراخي مبقاش فيه شبهة إنه في حد مش متحمل مسؤولية كاملة إحنا الحقيقة لغاية اللحظة اللي إحنا فيها شفنا أو يعني رأينا ما أصرنا كلنا الحقيقة فإن شاء الله يمشوا على نفس الطريق وعلى نفس ضرب ويمشوا بنفس القوة على الصعيدين المحلي والإفريقي لأن تاني جماهير النادي الأهلي بحكم العادة يعني دي حاجة ضمن تكوين النادي الأهلي بمشجعيه إن أي بطولة بيشارك فيها النادي الأهلي بالنسبة له لو ما حصلش على اللقب بتاعها مركز التاني بقى فيها زي التالت زي الأخير مش فرقة كتير لكن اللقب هو اللي لازم يتحقق رجوع للنقطة اللي كنت بتتكلم فيها نهواند فكرة التصريحات اللي بيقولها دايما كولر بعد كل يعني نهاية ماتش في أي مؤتمر صحفي هو بيشارك فيه دايما من الحاجات اللي لافتة يعني للأنظار في تصريحاته حتة الموضوعية وتفصيلة إنه عمره أو إحنا ما حضرناهوش لغاية دلوقتي بيدور على أي شماعة يعلق عليها أي خطأ أو أي إخفاق الراجل ده موضوع جدا في كلامه وعلى فكرة ده جزء كمان من من أسرار أو من أسباب محبة وتأدير واحترام الجمهور اللي الجمهور بيحترم العقلية اللي بتحترمه لأنه جمهورنا مش هين ومش أي حد يقول كلمتين يدخلوا كده في دماغل الجماهير لأ الراجل ده موضوعي جدا وبيكلم دايما باتزان حقيقي لافة للأنظار على ذكر حسين الشحات طبعا حسين الشحات كان هو العريس إنجاز التعبير في ماتش مبارح كان ليه هو كمان مجموعة من التصريحات بعد نهاية المباراة قال إن الجولين اللي هو سجلهم أو الهدفين اللي هو سجلهم في شباك سان جورج مش مجهود شخصي منه بقدر ما هو مجهود جماعي من كل اللاعبين وقال إن الأهم دايما عند العيفة النادي الأهلي هي مصلحة الفريق وتحقيق الفوز وخصوصا في ضربة البداية في مشوار دوري أبطال إفريقيا قال إن طبعا فيه منافسة قوية جدا وإنه يعني هو وكل اللاعبين بيعملوا أقصى ما عندهم لإرضاء جماهير النادي الأهلي تعالوا ناخد فكرة كده عن جانب من تصريحات حسين الشحات مع نهاية المباراة ونرجع نكمل الحمد لله والله طبعا يعني أهم من الجولين أهم حاجة المكسب وأهم حاجة اللي إحنا بنقدر نكسب واللي إحنا نقدر نفرح الجمهور فدي ربنا دي معلنا نعمة وربنا يكرمنا إن شاء الله ونقدر نحقق الـ 12 بإذن الله البداية من النهار ده إن شاء الله حسين النهار ده أول مباراة بيبدأ فيها التشكيل من البداية من بداية الموسم هو حسين جاي ببدأ من بداية المباراة من ريح المباراة اللي قبلها حسين بإمكانياته بمهاراته بفنياته أعتقد دي إندلب بتدل على الشخصية والعليلة فيه حسين الشحات والله طبعا يعني أي لعيب في مصر أو أي لعيب في العالم لازم دايما يحافظ على المستوى اللي هو بقى فيه لا بالعكس أنت لازم تبقى أكتر وأكتر كمان لازم تقدم ولازم تقدر يعني أنت مساء أنت كويس لقت لازم تبقى كويس جداً لازم تبقى وامتهز لازم تقول دا يعني لازم تزوّد كان والدتي وادعيتلي وكانت أختي وكانت زوجتي وكان أحمد واسر دعولي وطيئم طبعاً ولسه بيتكلمش سنة فوقت عملها كلمه وقل له بقية تيتو هو يجيبونه كده قول فكان عمل يعمل كده بس فالحمد الله والله يعني كنت الحمد لله كنت متوقع وقدرت لنا أعمل كده فربنا يكرمنا إن شاء الله وقدر كمل أكتر من كده بإذن الله خيراً إحسان أنا مش أطول عليك المسم ده مسم صعب جداً فيه بطولات كتير جداً إلي أكتر حاجة تقلي حسين الشاحات كواحد من لعاب للنادي الأهلي ومن العنصر مهمة بالنسبة الجمور من نهادي الأهلي إلي أكتر حاجة تقليق لك المسم ده والله اللي يقلي حسين الشاحات حسين الشاحات ونادي الأهلي بعض مبيش حاجة أكتر من كده والله طبعاً أنت عندك بطولات كتير أو السنة دي لو أنت مركزتش في واحدة هو ده اللي هيقلي بس يعني هو ده بس اللي يقلي بل داخل مركز فيها لأن di encontra زي ما حصل في السوبر وقدرنا اللي إحنا نخسر فدي بنقول لجمهورنادي الأهلي معلش يحقق علينا وإن شاء الله بإذن الله نقدر نعاوض السنة دي ونحق بطرات أكتر بإذن الله في السنة الجاي دي نوطة حلوة جدا كمان فكرة اللعيبة لحد دلوقتي يعني شايلة حمل مسؤولية أو يعني خسارة طبعا السوبر وزي ما تقول يا كريم عايزين يرادوا الجماهير في كل مباراة قادمة وإحنا قلنا على فكرة الكلام ده قلنا الكلام ده تاني يوم على طول قلنا شوفوا اللعيبة الفترة اللي جاي حتعمليه شوفوا الفريق الفترة اللي جاي حيعمليه حيراضي الجماهير إزاي الإفاقة اللي حصلت دي كانت مهمة جدا وقد كان زي ما بيتقال على كل حال برضو نرجع ليه التصريحات المختلفة والمهمة جدا كمان كابتن سامي قمصان كان ليه تصريحات مهمة جدا وهو كان أبدأ سعدته الكبيرة بفوز الأهلي طبعا بثلاتي وقال لك بداية مطمئنة ويعني إحنا ماشيين في الطريق السليم المطلوب وعتقد دي نقطة أنا بتتفق فيها وكلنا بنتفق فيها مع كابتن سامي قمصان اتكلم كمان إن لسه في عندنا جوالات كتيرة جدا ولكن برضو محتاجين دعم الجماهير ومحتاجين إن إحنا دايما نكون بنساند الفريق بتاعنا فدي برضو نقطة أعتقد كانت مهمة على كل حال خلينا نروح نتابع تصريحات كابتن سامي قمصان ونرجع نكمل السنة فاتف بدأنا اتحاد منستيري وكسبنا 3-0 النهاردة الحمد لله برضو أعتقد النتيجة كويسة سانت جورج وأعتقد أننا برضو بنلعب بره ملعبنا إن المطش مطشوم يعني فأعتقد الحمد لله النتيجة كويسة وأعتقد الحمد لله برضو الراجل التطمن على اللعيبة وجهزيتهم بطولة كبيرة بينسباننا وتحدي كبير وبطولة محببة لنا والجمهورنا أتمنى إن شاء الله زي ما إن شاء الله قدرنا نحسامها السنة الفات إن شاء الله السنة دي إن شاء الله نقدر نحافظ عليها إن شاء الله ونكمل ببقية البطولات بإذن الله ممكن هو دائما راجل بتكلم في النقطة دي يعني أنت عايش معنا فترات كبيرة جدا إن راجل دائما بتكلم إن المطش الحالي هو أهم من المطش بالنسبة لني فأعتقد الحمد لله اللعيبة الحمد لله استوعبت فكره كبير جدا وممكن نهار دا الحمد لله زي ما أنت قلت بداية مهمة خصوصا أنت بتلاعب فرقة برضو من الفرقة المميزة في الدور دا أنت تلاعب فرقة سان جورجي يعني أعتقد فرقة عندها تاريخ كبير في الأدوار ديات وتحقق مفاجآت وعلى طول فبطولة أفريقيا فأعتقد الحمد لله اللي أنت تحقق المكسب دا وتولاد أعتقد الحمد لله دي حاجة أجابية الحمد لله نقدر نبني عليها إن شاء الله ممكن طبعا ودي برضو يعني مش عاوز نغفل برضو شخصية اللعيبة نفسها يعني لعبة نادي الأهلي بيتقدر مسؤولية بشكل كبير جدا مسؤولية جمهورهم مسؤولية اللي هما بيلعبوا بيلعب على كل البطولات اللي بيلعب عليها ويحارب عليها يمكن كان فيه ضرب حصل وممكن أعتقد يعني ما كناش في يومنا وما كانش فيه أحسن حالة يعني لكن الحمد لله النهاردة بترجع تاني وتقوم تاني وتقدم أداء مماز جدا مع المصري والنهاردة بتكمل إن شاء الله الفترات اللي جاي تكون أحسن وأحسن لينا وإن شاء الله نقدر نعوض البطولة دي ببطولة أكتر إن شاء الله زي ما انت قل طبعا كان مهم جدا أن احنا كنا في فترة كبيرة جدا ما عملناش فترة أعداد وما خدناش أجازة ممكن الحمد لله كان ساعدنا المعاسكر دوات زي ما انت قلت إن انت تعمل إعداد كويس واللعيبة الخش يبقى فيها انسجام زي ما انت قلت مثلا إمام اللعيبة المميزة جدا اللعيبة الدولية اللي بتقدر ومش غريب عن لعيبة النادي الأهلي يعني خصوانا في المتخب إن هو بيخش الفرقة بالسرعة دية والأداء دا وتعتقد برضو كان المعاسكر ساعدنا شوية نفس القصة بالنسبة للردة سليم برضو من اللعيبة المميزة والقدر في وقت قصير يبقى يخش الفرقة بشكل كبير لكن دي بتعمل منافسة نهاردة بتشوف حسين الشاحات ما شاء الله نهاردة بيعمل أداء مميز أحمد عبادر بينزل بيعمل أداء مميز أفشة فأعتقد كل ما يبقى عندك حلول أكتر بيبقى فيه منافسة أكتر ويبقى طبعا في الصالح الفرقة كل داني وزي ما بقولك وكل مرة بقولك إن احنا بنفكر كل وقت في وقتها يعني كل مباراة وكل بطولة في وقتها فكل تفكيرنا إن احنا إزاي نقدر نوصل ونعد الدور بعد كده نفصل في الدوري وبعد كده نفصل في الكاس فخلينا نماشين زي ما احنا ماشين واحدة واحدة إن شاء الله بنفس التحدي ونفس الروح ديات والعامل الأكبر بقى اللي بيساعدنا أكتر النهاردة يعني نجو مهورنا طبعا بشكره طبعا على الحضور واتمنى إن شاء الله بقى الفترة الجاية يكون في زيادة أكتر وأكتر بإذن الله طيب تابعنا مع حضراتكم تصريحات المختلف فتعالوا بقى نروح لموضوع مختلف حبتين هنتكلم شوية عن منتخب مصر الأول اللي الحقيقة اللي طبعا للسيدات بقيادة محمد كمال اللي جدت فوزه مرة كمان على منتخب جنوب السودان بأربعة أهداف دون رد في إياب التصفيات المهاهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية واللي حصل إن كان منتخب مصر للسيدات نجح قبل كده في إنه يحقق الفوز في مبارات الزهاب وبنفس النتيجة الحقيقة يعني المنتخب ماشي بخطوات كويسة جدا جدا وزي ما بننتقد السلبيات في بعض الأحيان لازم كلنا نشيد بإن الحقيقة فيه اهتمام كبير بمنتخب السيدات والكرة النسائية في الفترة الأخيرة وبشكل مرحوظ وعشان كده أهو بيؤتي ثماره زي ما بيتقال عموما تعالوا نتعرف على المزيد من التفاصيل من كابتن محمد كمال اللي منوارنا على التليفون وهو المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات يا كابتن صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك معنا في عشر الصبح في الأهلي يا صباح الفل يا أستاذ كريم وصباح الفل على الجميلة نهواندو وبشكركم على الدعم بتاعكم يعني الكرة النسائية لا شكرا على واجب لا شكرا على واجب وبداية الكلام مليون مبروك وطبعا عايزين نعرف من حضرتك احنا كده طبعا ماشيين بشكل كويس جدا الحقيقة لكن احنا عايزين نعرف احنا فضلنا كم ماتش لحسم التأهل عشان الطمأنينة تتحقق بدرجة مليون في المية والحمد لله احنا ممكن النتيجة للشغل احنا مش وليد ماتش واحد حكيد نشتغل قبلها سنة ونص سنتين الملف ده كان مقفول بقاله 6-2 تقريبا ما كانش حد بيتم بكرة نسائية ولا المنتخبات وكنا بقيد خالص عن مشاركات الأفريقية لدرجة نحنا كنا برا التفنين فبدأنا نشتغل عن مبارات الودية ونلعب مبارات الودية في البيبا ديت ونشتغل ونطلع جيل تاني لطبعا حضرتك عارس من 2016 في اكيد جيل اختفى من اللعبة وبدأنا نشتغل على جيل جيد احنا نقس لنا مباراة واحدة مباراة مهمة جدا جدا مع السنغال الفائز من السنغال ومزنبيخ المقش الأولين خلص بين الاتنين في السنغال واحد واحد المقش من شاء الله يوم الثلاث بينهم في العودة في مزنبيخ الكاس بان هو ده اللي حد عب ودي الخطوة الأخيرة اللي هي تخلينا نوصل ان شاء الله في المغرب كاس أمم أفريخي المغرب شهر 5-2014 بإذن الرحمن وإن كانت الجملة اللي حد اكتفضلت بها من النوع الحزين إن فيه جيل كامل اختفى من اللعبة دي بص يا كابتن محمد أولا يعني خليني أقولك أنا سعيدة جدا على المستوى الشخصي إن أنا بسمع إن إحنا عندنا كرة قدم نسائية وابتدت الوقت الأندية المختلفة كمان تدخل هذه اللعبة عندها في الأندية والأندية الكبرى ومنهم طبعا النادي الأهلي وفكرة كمان إن أنا يبقى عندي لعبات ييجي منهم بشكل كبير جدا ويبقى مستقبل كمان إلى حد ما ممكن يكون مضمون وإنت عندك كمان مصريات وحضرتك طبعا عارف ده أو أكتر مني فيه مصريات محترفات كمان في الخارج فأندية كبرى فالبوتنشل موجود والقدرة موجودة والموهبة موجودة لكن للأسف ما يمكن ما كانش فيه اهتمام بشكل كبير في الفترات والسنوات السابقة أنا خليني أقول لحضرتك باش تعرف المعلومة دي ولا لأ بالسنة من عشاق كنت بلعب كورة وأنا صغيرة كمان زمان مع كابتن صحر الهواري في نادي الطيران يعني أنا من الناس اللي بحب جدا جدا وبسعد جدا لما بسمع عندنا لعبات وعندنا اهتمام بالرياضة دي تحديدا بس خليني برضو أبقى صريحة مع حضرتك إحنا لسه بعيد شوية كمان عن مش هقول أوروبا إحنا لسه بعيد شوية عن بعض الدول يمكن من التوب تن دلوقتي المغرب منتخب المغرب فطمنا على الفترة اللي جاية كابتن محمد قولينا الدنيا هتمشي إزاي عشان برضو الناس دولاتي تتابع وتبقى فاهمة إحنا فين في الملف ده طيب هو حضرتك قولتي كلام مهم جدا جدا وأنا كده بحتكلم مع لعبة كورة صدق كده يبقى الكلام حيبقى أسهل وأسرع أولا إحنا طبعا من الأيام دكتورة طحر طبعا كل التأدير والعرفان باللي عملته في إداية اللعبة والكلها إنما الأسف هي كانت بتحارب لوحدها فترة طويلة جدا مع مختلف مجال في الدراس صح يعني ما كانش الإيمان باللعبة موجود عند المسجدين وده اللي أخرنا ستير جدا جدا وجينا فترة كمان كانت أصعب وأصعب من 2016 إحنا بعيدنا خالف عن مشاركات وكل ما نشترك بطولة لا نعتذر 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 هذا طبعا أخرنا وفي دول بدأت تتطلع وتكبر وتقش في الرانكينج خلاص يعني حط تركليها يعني صح نحنا عشان نحارب تاني إحنا كنا لازم نعمل مجبود مضاهر من أول لأستاذ أحمد مجاهد لما جيه في اللجنة السلسية وبدأ يحط إيده على الملف بعدين نستاذ دمال علامة ودكتورة دينا الحياة اجتهدوا جدا جدا في الملف ده بدأنا نحط إيدينا وبدأنا نشتغل مع بعض وبدأنا عايزين ننجح وعايزين لأنه ما يصحش هذا في مصر كتير جدا جدا ما بقاش كل الدول بتشارك الدول العربية والدول الأفريقية بتشارك واحدة بعدين نتفرج عليها ففي غيرة يعني لازم لو عندنا غيرة زي ما حضرك قلت واتفضلت إن عندنا أكتر دلوقتي من 14 لعبة مختلفة بين الجامعات الأمريكية والدوريات الأوروبية وصنهم صغير والثقافة الأسرة كمان اختلفت إن هما يلعبوا والبنت تسافر والبنت تلعب ما كانش الثقافة دي موجودة حتى الموجودين دلوقتي في الأندية في مصر كمان القرارة تلتحض الأصليخ اللي لازم يكبر الأندية بزبط وده اللي حيعمل فارق يعني هو ده أعتقد اللي حيعمل فارق أكيد طبعا ونادي الأهلي كمان عامل يعني لما النادي الأهلي للقيمة الكبيرة والاسم الكبير لما يعمل فريق كورة قادم أكيد معلش يعني أكيد أغلب الأندية هتمشي على حزو هذا النادي اللي هو بتسلم قطوة ومثل وده المطلوب بالضبط فلا أنا عايز أقوله إن كمان في على فكرة بالمناثة أنا عندكم برضو خبر كده في عندكم اللعبة اسمها كاميريا ديب دي لعبة النادي الأهلي 2004 هي موليد 2010 بس دي أنا معاي وده موجودة لعبة معي مطش في المغرب لكسبناها ثلاثة واحد ومطش تاني كسبناها واحد كفر تحت عشرين سنة فعندنا كوادر وعندنا بنات متميزات جدا والنادي الأهلي أكيد حيبص على الملف ده باعتمام للنسب المالي بقى الكبير فأكيد حيدعم ويبدأ يشتغل على الأكاديميات ويبدأ يكتشف مواهد تانية إن شاء الله أنا شايف طفرة كبيرة في لعبة يا رب فعلا ده يحصل ولو تعصرته في أي لعبة أنا موجودة يعني موليد ده موليد تمانية وتسعين يعني تلعب تحت سدنا 14 بستريح بحضرتك ما لابدت فرود والله يا كابت المحمد آه والله طب عايزي أقول لك على حاجة والله دورة المتحدة لو حضرتك تبعتها في رمضان أنا اللي جبت جون الفوز عشان تبقى عارف يعني أحطوني احتياطي لو فيه أي من قناة النادي الأهلي تتطمي معنا مؤثر برضو عايزين نتطمي من حضرتك على يعني الاسكواد الحالي إلى أي درجة حضرتك بتطمن أن احنا نقدر ناخد به أو من خلاله بطولة إفرقيا والله إحنا عندنا مجموعة يا أستاذ كريم مجموعة مميزة جدا يمكن أن تمتش جنوب السبتان أنا جايب ستة محترفات منهم حارس ماربا عز الفولي تبتلعب في واتورد الإنجليزي 2004 ومعها ما هتمرجاش بتلعب في رومانيا جايب نسامي آدم بتلعب في النمسا صار أسماعيل بتلعب في أستانيا صار أسماعيل بتلعب في التسرة إنه صار أسماعيل بتلعب في الأسفاء السعودي أمنية محمود بتلعب في هلأ ده المحترفات في كرة القدم النسائية أكثر من رجال عارفك مش كده فاشا الله فهذاك عبدالي يعدد نقطع فعلاً صح صدر إفاد ثلاثة في أمريكا كمان نادى كريم دانا كريم وولاين أشبيف ونادي رمضان دول لعبة مميزة جداً جداً ومتمر الأمريكي إذا ما تعلموا إنه قوي جداً ويتسموا قوي قوي فإن شاء الله بإذن أن تدول الزخيرة بتاعتنا دول الصبات بتاعنا إن شاء الله حنلعب فيه ماتش استمثال وأنا بقول لحضراتك إن شاء الله هيبقى فيه مداخلة مع بعض وإحنا بنهن بعض بالمجسب إن شاء الله لا مش مجرد مداخلة حضراتكم تيكون تنورونا بقى وتنوروا الاستوديو كل ياريت ياريت إن شاء الله بإذن الله موفقين يا رب وبإذن الله كل مجوداتكم دي تكلل بالنجاح بإذن الله إن شاء الله كل التوفيق كابتن محمد وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل بكتير للكرة النسائية إن شاء الله المصري المنتخب مصري شكراً لك جداً جداً بالتوفيق والله أنا مفرحت إن أنا أسمع حاجة زي كده عارف أنت زمين وإحنا وأنا صغيرة وإن كنت بقى لعب كنا بجد الحتة اللي كابتن محمد تكلم فيها فعلاً كنا حسينها اللي هو إحنا كنا بنات بنحب كورة القدم جداً وكان فيه بجد نماذج محترمة جداً بيعرفوا يلعبوا بجد حلو يعني كنا بنعرف نلعب بجد وكنا بنقعد نتكلم اللي هو طب وبعدين حنوصل لإيه ما كانش وقتها فيه اهتمام خالص ما كانش فيه حد بيؤمن أصلاً إن كنت قدم النسائية دي ليها قيمة وحتى أنا أهلي كانوا معظم أرابي كانوا بيعودوا يهزروا بقى وكنت قدم إيه طب روحي لعبي أنا كنت بلعب تانس كده كده بس ركزي في التانس بس أنا كنت بحب الكورة كنت أيام المدرسة بلعب كورة مع الولايات في البريك أنا ما كنت بحبها فيعني لأ أنت عندك كتير ربالات شطرين وعندهم الموهبة وأعتقد الزمن أثبت إن مفيش حاجة اسمها رجل وامرأة بنته ولد في حاجة اسمها كفاءة الشخص ده عنده كفاءة في الحتة بتاعته دي ولا لأ هو ده المعيار الوحيد اللي نحكم عليه لك ملاش علاقة رفع الأسقال وألعاب القوة وغيره اللي بيجيب الميداليات بتاعتها في الأولمبيات بنات مفيش مقياس يعني على الأقل يعني بالميت نص الإنجازات اللي بنكلم مع حضراتكم عنها إنجازات نسائية في بطولات مختلفة وفي رياضات مختلفة بما فيها رياضات اللي كان يعني من الغريب أصل لأن احنا نشوف بنات بيلعبوا فيها نهيكم عن أن هم يكونوا أبطال عالم فيها فطبعا ملف الرياضة النسائية لا حصل فيه طفرة كبيرة مرحوظة الخبر اللي جاي برضو عن الرياضة النسائية وعايزين نتكلم عن المنتخب المصري لنشآت اليد اللي حقق لقب بطولة أفريقيا هلما أوليد 2006 بعد ما فازوا على منتخب غينيا في المباراة كان سكور رائع جدا 29-16 الدور النهائي من البطولة بالجد بطولة ولا أروع وأداء أكثر من رائع من يعني المنتخب بتاعنا وعايز أقول لكم كمان استقبال كان جميل جدا للبعثة في المطار وده الشق المهم إن أنت تلاقي بعد ما عملت إنجاز حتى الدعم المعنوي مهم إن حتى يجي يقول لك شكرا أنت كنت شاطر شكرا أنت قديت مجهود إحنا حسينه أو لمسينه ده على فكرة بيفرق بشكل كبير جدا حتى ما تدينيش جوائز ما تدينيش فلوس ما تدينيش كرادت حاجة مادية لا الديني دعم معنوي ده بيفرق جدا حتى ده الكلام ده أنا بقوله على لسان أبطالنا يبقى فيه أبطال جايبين بطولات وميدليات بيجوا ما بيلاقوش حد بيستقبلهم عادة بالتأدير مميش ده أكتر حاجة تداي إن الواحد بتعمل حاجة وما بيبقاش فيه تأدير فطبعا ده حاجة تزعل لكن اللي حصل بالعكس كان فيه وفد رسمي من وزارة الشباب ورياضة ورئيس اتحاد إلياد كمان فيه استقبال البعثة السورة قدام حضراتكم والحلو كمان في الموضوع يعني ده أول مشاركة رسمية لمنتخب مصر الناشئات موليد 2006 بعد ما تكون يعني هقول منافسات بطولة العالم فأعتقد لا لا إنجاز فعلا فعلا بنشكرهم عليه ومتوقعين إن شاء الله مزيد من التقالق الفترة اللي جاي بس زي ما أنت قلت الرياضة النسائية بجد في مصر في حتة تانية تماما فبالتوفيق ليهم تعالوا بقى نروح لخبر تاني مصر استضافة اليومين اللي فاتوا البطولة الإفريقية لتنس الطاولة الفاراليمبي تعالوا ناخد فكرة كده من خلال هذا التقرير عن البطولة وعن جانب من فعلياتها ونرجع نكمل الكلام سعادتنا كانت للبطولة من يوم خمسة لحد يوم عشرين البطولة ابتدت واحد وعشرين كان المعسكر تمرين صباحا ومساءا كانت الاستعدادات كانت يعني بشكل جيد ومنتظم أثناء فترة معسكرنا كان الاتحاد الدولي برضو عمل معسكر دولي تحت إشراف مستر ده كان إيطالي كان فيه يعني مجموعة من لعبة المنتخب المصنفين الحمد لله يعني السمار المعسكر بتاعتبان في البطولة من نتائج من مدليات ومن 11 لعب يتأهلوا يعني عندنا البطولة دي بالنسبة للبراليمبي في البراليمبي عندنا بيصنفوا إلى كلاسات يعني متقسمين إلى عشر كلاسات فيه الخمسة من واحد لخمسة ده بيبقى جلوس قاعدين على كراسي ومن ستة لعشرة دول وقوف وقفين على رجليهم فيه كلاس 11 اللي هو الإعاقات الزهنية ده بيبقى لوحده في البطولة هنا احنا منافسات الفردي اختطمت مبارح والحمد لله مصر حصلت على خمس مدليات دهب وفيه خمسة كده اتأهلوا لأن التأهل للأوليمبياد بيبقى مباشرة من هنا من البطولة دي اللي بيطلع الأول في الكلاس بتاعه بيتأهل على الأوليمبياد مباشرة أنا سعيد جدا بهذه البطولة أنها بتقام هنا في مصر ويعني الشكر لكل الفرق المشاركة النهاردة أنا سعيد جدا وصلنا إيميل بالشكر للاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي من رئيسة الاتحاد الدولي بيترا سيرلينج السويدية أن البطولة دي منقولة على اليوتيوب من أول لحظة لغاية الختام مش مصدقين روعة التنظيم والملعب بجماله وبكل التسهيلات الموجودة فيه بالذات لفئة الإعاقة الحركية الحقيقة يعني نجاح كبير وأنا أتوجه بالشكر للاتحاد المصري تنس الطاولة برئاسة الكابتن معتز عشور وفريقة العمل كل المتطوعين وكل الكوادر اللي اشتغلت في تنظيم البطولة البطولة الحمد لله أكثر مرائعة في التنظيم والمنافسات كان الجامدة جدا الصراحة فالحمد لله والله أنا لعبت في كلاسة أربعة حصلت على مدالة برونزية في الفردي والنهاردة الحمد لله حصلت على مدالة الزهبية في الزوجة مع الكابتن سامعيد كان عندنا تمرين يومي حوالي 3-4 ساعات في اليوم كله بنكسف من التمرين الصبح كان بدني بعد الدور كان التنس طاولة عشان تبني تخشي جميع مرياض بتشارك في مواتشهات شان تلعب بحيث ان انت تبقى جاهز لأي حاجة فالحمد لله ربنا ما ديعش تعبنا على الفادي فالحمد لله ربنا كرمنا النهاردة بالمدالة الزهبية الحمد لله والله البطولة المرادة البطولة شارسة جدا لأنك بتشهد مشتركة ناجيريا المنافس الأكبر لمصر في القرى الأفريقية على مجال تنس الطاولة سواء في الأسواء أو حتى في زو الأعاق هم حصدوا أكتر عارض من المدنيات وأكتر عارض تأهل من عندهم لكن الحمد لله احنا برضو تأهل من عندنا عارض لا بأس به من اللعيبة البطولة كانت منافساتها قوية جدا 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 شارت مشاركة عديدة من الدول الأفريقية قدرنا أن الحمد لله مؤهل الفاز بالمدنيات الزهبية حوالي خمس لعيبة ولكن المؤهلين فعليا إن شاء الله حوالي 11 لاعب ولاعبة تنظيم حلو جدا عربات تنس الطاولة كلاسة أربعة نشئل وسيدات بلعب تنس الطاولة أنا عندي 6 سنين دواتي عن 16 البطولة دي كانت جامدة جدا وتعبنا جدا وتنظيمة حل وحتى بنعم في بلدنا يعني لازم طلع على بنا والحمد لله حد مركز أولى كابتر فايزة في الزوج للسيدان الفردي تلعت من دول التمانية بصحة البطولة أصلا في تنظيمها أكثر من روعه والصالة الفخر لمصر جميعا صالة مجهزة لكل الزوحتفات الخاصة حمامات من صالة من كل بصراحة فخر لمصر بصراحة الصالة حسن مصطفى هي بطولة كانت صعبة جدا جدا وكانت فيهم نفسين من نيجيريا ومن المغرب ومن جنوب أفروكيا من كينيا والكلام دي الحمد لله أنا لعبت أصلا في تي تي تلاتة لعبت مع كان معايا واحد زميلي من مصر وواحد من المغرب الحمد لله قسرت أول مصر وبعين كسبت بتاع المغرب وبعين بعد كده خدت على أحد أها نفسي في كل المشاري اللي جاي بعد كده ما أكلمش أي حد خالص أخش على الطاولة يعيني على الكورة ويعيني على الحاكم بس عشان ما ما أخرجش عن شعوري وحاجة أزا كده أو عشان أوصل إلى هنا فأنا أعايزه الحمد لله طبعا شعور ما يتوصفش في كلام بصراحة كان حلم كبير ويعني بنجهز له من زمان والحمد لله سبحانه يعني سبحان الله جات في الوقت اللي إحنا كنا كلنا فعلا خلاص يعني تعبنين ومستنين في نفرح فالحمد لله رب العالمين بايت أول أفريقية وتأهلت ويا رب إن شاء الله بتمنى لجميع يعني التوفيق وبالإذن الله نتأهل مع بعض تنظيم البطولة عرض مصر أكثر من رائع طبعا في صارة حسن مصطفى في الستة كوبر طبعا البطولة هيدا قوي وجاي فيها دول كتير أول مرة يشارك عدد كبير من الدول دول والحمد لله أنا الحمد لله حصلت على تلات مدليات دهب لسه التالتة جايبها دلوقتي يعني قبل ما أستجلي معي فجبت مداليا فردي مبارح الحمد لله تأهلت للمبيات باريس عشرين أبقى وعشرين والنهارده الزوج أنا وعبر رحمان عبد الوهاب جبت مداليا وأنا وهناء الحمد لله مداليا التالتة لمصر أنا قرمني بمسابقة الفردي حصلت على المداليا الخضية كنت يعني كسبان اللعب الناجيري اتنين واحد بس ما فيش حظ الحمد لله والنهارده في مصابقة الزوج رجال قدرنا أنا وكابتن سيد لكسا بفريق الناجيري كسبناهم تلاتة سفر ويعني مستنين بإذن الله التأهل في مصابقة الضبل في الأولمبيات بإذن الله والله الواحد بيسعد بيهم جدا بجد يعني ربنا يوفقهم وفعلا هم دول اللي بيخلوا الواحد يحس أن فيه أمل في الحياة مهما كانت الظروف صعبة مهما كان منمر بيه صعبة أو فوق طاقتنا وقات كلنا كبشر بنحس أن الظروف خالصا مش قادر بنقول مش قادرين بس الواحد ما يفكر في الناس دي بجد بيحس أن الأمل موجود لسه فيه أمل في الدنيا فيه إحساسين يعني فيه ناس هيحسوا بالأمل أنه فعلا لسه موجود ويبصمولك على دهب العشرة بدليل اللي نحن بنعرضه يعني للمشاهدين وفيه ناس تانية المفروض المنطقة أنها تختشي بمعنى إيه تختشي بمعنى أن الواحد بيحس بالعجز وهو بيواجه مشكلة ممكن تكون لا تقارن أصلا بحاجة واحدة من الناس دول والأبطال دول بيتعاملوا معها يوميا فالحقيقة احنا بنتكلم تعالوا بقى نروح ونتعرف على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفرق المختلفة من خلال زميرتنا العزيزة روزان نصر المتواجد حاليا في مقار النادي الأهلي في الجزيرة يا صباح الفل عليك يا روزان اتفضل صباح الفل يا كريم صباح الخير يا نهواند صباح الخير على كل مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان من مقار النادي الأهلي فرق الجزيرة متواجدة معاكم لنقل طبعا آخر الأخبار سواء في الألعاب الأخرى أو كمان كرة القدم وهنبدأ أكيد كالعادة بكرة القدم كلنا طبعا تبعنا مباراة الأمس فوز النادي الأهلي على يعني سان جورج الإثيوبي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا بثلاثية دون رد مباراة كانت قوية الحقيقة جدا ألف مبروك للنادي الأهلي طبعا بهذه النتيجة بيضمن النادي الأهلي وجوده في دور المجموعات يعني ضمن يعني بطولة دوري أبطال إفريقيا وخصوصا كمان مباراة العودة هتكون يوم الجمعة المقبلة على نفس الملعب طبعا بقى خلاص نادي الأهلي النهاردة بيستأنف تدريباته على ملعب مختار التتش التجمع هيكون الساعة خمسة والتدريبات هتكون الساعة ستة تحت طبعا قيادة مارسال كولر هتكون طبعا تدريبات شملة تدريبات بدنية وفنية متنوعة سلسلة الفوز مستمرة ولكن بقى سيدات سلسلة أهلي يعني يحققوا الفوز على فريق السكة الحديد بنتيجة 47 ل29 ضمن مباراة الجولة التانية من بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة من سيدات سلسلة الأهلي كمان لرجال السلة واللي حققوا المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة المقامة حاليا في سنغافورة قدم الفريق طبعا أداء مميز جدا ومشرف برغم تأثره بالمجود البدني الكبير طبعا بعد خوده ثلاث مواجهات قوية جدا ولكن بنبارك للفريق ولكل الجهاز الفني على طبعا أداء المشرف في هذه البطولة يعلن النادي عن إقامة أربع حفلات بمناسبة المولد النبوي الشريف طبعا كل عام وحضراتكم بألف خير سواء بقى بمقر النادي بالجزيرة أو فروعه الثلاثة تبدأ طبعا أول الحفلات بمقر النادي هنا بالجزيرة يوم 27 سبتمبر ويحييها المنشد الديني أحمد العمري وتقام أمام الشاشة الرئيسية بالنادي في تمام الساعة الثامنة مساءا فيما طبعا يقام الحفل الثاني بفرع مدينة نصر يوم 28 سبتمبر يعني وده هيكون كمان تحديدا عند الفود كورت في تمام الساعة التاسعة مساءا ويقام بقى الحفل الثالث والرابع يوم 30 سبتمبر هيكون في فرعي الشيخ زايد الساعة الثامنة مساءا أمام الشاشة الرئيسية وفي نفس التوقيت هيكون في فرع القاهرة الجديدة الحفل الرابع والأخير هيكون كمان أمام الشاشة الرئيسية طبعا يعني سريعا كده عن أجواء النادي الأهلي هنا طبعا كلنا ملاحظين انخفاض في درجات الحرارة فده مخلي الأعضاء متوجدين بشكل كبير جدا في الفرع ودي كانت أبرز وأهم الأخبار اللي معايا النهاردة شكرا لكم وعودة لكم وراتا احنا اللي بنشكرك على التغطية الممتازة ديك على عادة يا رسان شكرا جزيلا لك يعني هو نخفاض درجات الحرارة مش بس بتخلي العضاء تروح أو يعني يبقى فيه تواجد أكبر طبعا لكن كمان الحياة بترجع والله الروح بتتران يا لسه لما تجد تندع كمان وأول حبات مطر تنزل تغسل النفوس والقلوب يا سلاب يا سلاب ده بالنسبة لنا لكن فيه ناس بيجي لها اكتئاب في الشتاء أنا مش أدرا فهم ازاي والله العظيم ما أدرا فهم ازاي موضوع عايز حلقة قال لك لو لا اختلاف الأزواق لبارة في السلع بس في حلقة ما عليهاش اختلاف يعني بحس كده أوقات بس يعني مش مهم عارفة اللي خلى ناس بتوقع مش حب الشتاء قوي إن في الكامل سنة الأخارة بقى الشتاء قاسي قوي وقارس قوي عن زمان تم الحر كمان كده بس ما تفهميش هما محب الصيف ما بيطلعوش براه يعني ما بيشوفوش غيره الحقيقة بس فيه برضو حاجة كنانا وانت بنتكلم عنها في قبل الهوى تحديدا كنا نتكلم عن المحترفين بتوعنا وأعتقد دي نقطة إيجابية إلى حد كبير جدا اللي بتي تتكلم يعني كمان في نهاية أو مع نهاية الأسبوع اللي فات وجود تقلق الموجود للمحترفين بتوعنا وسأنت بتتكلم هنا يعني طبعا في الدوريات الأوروبية المختلفة محمد صلاح على سبيل المثال طبعا من على ليفر بول وعمر مارموش مع انتراخت وصفة محمد مع نانة الفرنسي وشفنا قد ايه كمان العودة موجودة لتريزي جي الرائعة اللي ناس كتيرة كتبت عنها ومواقع بالمناسبة والتقلق الواضح كمان في الدوريات يعني كلم انجليزي وفرنسي هنا وألماني وتركي فلا فيه تقلق كبير جدا وحاجة مشرفة وفي نفس الوقت بيبقى انعكاس جيد للكرة عندنا يعني ما تيجي تلاقي فيه بعض المصريين محترفين في الخارج بيبقى انعكاس شوية طبعا ده مش بقياس أساسي لكن بيبقى برضو انعكاس إلى حد ما ان البلد دي بتطلع محترفين البلد دي فيها بوتانشل نتمنى طبعا الوضع يختلف في الفترات والسنوات اللي جاية لكن تحديدا لو حتكلم يوم الخميس اللي فات في الدوري الأوروبي بجد محمد صلاح كان متقلق جدا جدا مع ليفر بول وسجل طبعا في الفوز بيثولاتية على حساب الفريق النمساوي وبدأ صلاح كمان مباراة زي ما شفنا من على البودلاء يعني مقاعد البودلاء ومجرد ما نزل يعني صنع وسجل يعني هدف تاني وتالت عشان ها أول مكسب بقى ليفر بول كمان تكلم خارج انجلترا في الدوري الأوروبي وشفنا كمان تقلق وشكل كبير جدا مبارح في فوز كمان ليفر بول في جولة الستة من الدوري الإنجليزي وبص وغيره وغيره بس اللي يتابع بجد المحترفين بتوعنا وتحديدا طبعا محمد صلاح يسعد جدا بالمستوى اللي أصبح عندنا دلوقتي وأتمنى الخبرة دي يعني نستفيد بها في المستقبل حتى لو اللاعب ده انتهت حياته في الملاعب الخبرة اللي عنده ما تروحش بقى لأوروبا أتمنى أن هي يعني نستفيد بها في الداخل ده دايما الكلام اللي أعتقد يعني المفروض يكون موجود عن ده لكن للأسف يا كريم مش حاصل حتى هذه اللحظة يعني ما شفتش حد أو قلائل جدا من المحترفين بتوعنا في الخارج اللي جم بعد كده نقلوا الخبرة دي في الداخل سواء بتتكلم عن قاعدة ناشئين أو فريق أول أو غيره يعني أنا أعتقد لازم يكون في استغلال أكتر للعيبة دي بالخبرات اللي عندهم العالمية اللي احنا محتاجين ده الفترة اللي جاية لو أنت بتتكلم عايز نقلة في كورة القدم يعني لأن احنا محتاجين ده فعلا يعني بوضع الحالي مش أفضل شيء مصر تستحق مستوى تاني تماما محمد صلاح بصفة خاصة الحقيقة يعني تنتبق عليه كل صفات ومواصفات الأيقونة الشخص الملهم يعني حقيقة المتكلم على رياضي استثنائي ومشرف بكل ما تحمله كلمة مشرف من معنى اللعب التاني اللي برضو الحقيقة لفت جدا الأنظار في الفترة الأخيرة وبيسجل حضور مهم جدا عمر مرموش اللي نجح مع فريق انتراكت فرانكفورت الألماني في طبعا أول مباراة في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميسة اللي فات سجل هدف في فوز فريقه بهدفين طبعا ساهم في فوز الفريق بهدفين مقابل هدف وطبعا ساهم في فوز فريقه على منافسه الإسكتلندي وماشي الحقيقة بشكل جيد جدا جدا في الدوري الألماني اللعب التالت هو مصطفى محمد اللي فرض اسمه بمنتهى قوة في الموسم الحالي مع فريقه نونت الفرنسي لعب مع الفريق ست ماتشاط حتى هذه اللحظة في الدوري الفرنسي سجل فيهم خمس أهداف ده معدل ممتاز جدا وخصوصا لما يكون مع فريق من أندية الوسط فريق كان بينافس على الهروب من الهبوط في الموسم اللي فات سجل مصطفى محمد كمان آخر أهدافه أول مبارح ليبقى في المركز الثاني في ترتيب هدافي الليجة الفرنسية طبعا خلف النجم الكبير من بابي كمان حمدي فتح الحقيقة لعب لعب الوكرى القطر يسجل أول أهدافه أمبارح وساهم هو كمان في فوز فريقه بثلاثية نظيفة بنتمنى لهم كلهم كل التوفيق طبعا كل محترفين المصريين وأكيد كمان كل التوفيق بنتمنى لنجم الدوري التركي ونادي ترابزون سبور محمود ريزيجي اللي رجع من الإصابة الأسبوع اللي فات وكمان بنتمنى كل التوفيق للعب الوسط محمد النني مع العملاق الإنجليزي أرسنل ويا رب إن شاء الله نرجع نشوفه قريب بيشارك من جديد وبشكل ثابت إن شاء الله طيب إحنا هنختم بقى الفقرة الخبرية الأولى مع حضراتكم بفيديو جراف هننشوف فيه يعني إيه أكتر أو إيه أكبر الهزايم اللي مرت على بارسلونا عشر هزايم في تاريخ بارسلونا الأكبر خلينا نتابع وكان نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم مرحب حضراتكم خليني أبدأ كده كلامي بالحديث عن ملف العلعاب الأخرى اللي إحنا متابعينه في شكل كبير جدا تحديدا كمان في عشر الصبح في الأهلي وفي بطولات كتيرة شاركتها فيها وحققنا كمان إنجازات زي ما تكلم مثلا كورت اليد السلة المصارعة تنس الطاولة بطولات تانية كمان منستعد لها في الفترة اللي جاية عن آخر بقى إنجازات الألعاب الأخرى خلينا نرحب الفتنة العزيزة جدا أستاذها دعاء بدر نائب رئيس تحرير الأرهام أبدو بونجور صباح الهنا عليك بونجور صباح الهنا عليك وكله كويس الحمد لله عندنا حاجات كتير عايزين نتكلم معاكي فيها وملفات كتير هنفتحها وتعالي نبتدي بآخر ماتش يعني طبعا أكيد أنت تابعتي كاس العالم بقرة السلة ومشاركة النادي الأهلي فيه في ماتش تحديدا مركزين التالت والرابع للأسف الشديد لم نوفق في الحصول على برونزية وطبعا ده كان منتهى أحلام الجماهير بعد ما خسرنا فرصة إننا نكون في النهائي فعموما شفتي البطولة دي إزاي وشفتي أداء ومشاركة الأهلي فيها إزاي بشكل عام بداية البطولة كانت مبهرة لنا كلنا الحقيقة الأهلي ظهر بشكل جميل جدا في أول مباراة بالأخص كانت شكل الفريق في الملعب مختلف تماما كأننا بنتفرج على فريق محترف مش فريق محلي ودي حاجة الحقيقة أسعدتنا وطمعتنا في نفس الوقت يعني هو إحنا طمعنا طبعا المركز الرابع نتيجة هيلة في أول مشاركة للأهلي في طولة العالم بس الناس كتير قادمة ما كان لها لازمة الهزيمة دي لأن كمان المنافس ما كانش يعني ده حقيقي الماتش الأخير كان أسهل ماتش على فكرة يعني فعلي الماتش الأخير كان أسهل بكتير من أول مباراة الماتش كان فيه متناول إيدينا كنا نقدر نكسبه طبعا بسهولة جدا بس خلينا برضو ناخد بالنا أن الفريق لعب ماتشات وراء بعض كتير يعني هو كان بيلعبه كل يوم وكان فرق ساعات قليلة جدا بين كل مباراة ومباراة فبالتأكيد آخر مباراة الحالة البدنية للعيبة ما كانتش زي بالزبط كده ما كانتش زي في أول مباراة فأنا تحليل الحقيقة الشخصي أنه هو البدني هو اللي أثر علينا في المباراة الأخيرة لأننا فعلا كنا نقدر نكسبها بسهولة لكن تحية كبيرة جدا 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 لفريق كورت السلة النتيجة اللي عملها نتيجة تاريخية لمصر والأفريقية والعرب ما فيش فريق قبل كده حقق نتيجة زي دي في كاس العالم للأندية فلازم نحييهم كل اللعيبة واحد واحد اللي هي أظهروا كلهم كان فيه هارموني رهيبة بصراحة بين اللعيبة بصمة أوجستي الحقيقة واضحة جدا في الفريق يعني خلينا يعني أعتقد أنه هو المدرب هو ممكن اللي يكون نقل الفريق من فريق محل الفريق دولي محترف فدي كلنا فعلا لاحظناها ما عرفش هو لما لقى أبو برة مصر كمان الوضع اختلف معهم ولا ايه لكن واضح الحماسة كمان كانت بين اللعيبة كبيرة جدا وعالية جدا كل ده مع بعض وعمل كده حاجة حالة حلوة يعني كلنا انبسطنا بيها بس بيها سيزة دعاء أنا عايزة أتكلم معاكي عن بطل 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 بصراحة وبالاسم لأن احنا عندنا قايمة كبيرة جدا وكل شوية عمالين نسمع تأهل بطل مصري وبطلة مصرية لأولمبياد والباراليمبياد كمان فأعتقد حاجة أسعدتنا جميعا ولسه طبعا الأسماء يعني في تزايد بس هبدأ معاكي بفكرة بيجرامي لأن سمعنا أنه هو مش هيشارك أصلا النسخة دي فعندك أي تفاصيل إيه سبب عدم المشاركة؟ في الغالب الحقيقة أنه هو يعني هو شايف أنه هو فيه حاجات دلوقتي أهم في حياته وبيفكر في الاعتزال هو حتى أعلن كده يعني يعني الكلام اللي كان داير ده فعلا حقيقي ده حقيقي هو أعلن ده في تصريحات تلفزيونية هو قال أنا بفكر في الاعتزال في الفترة الجاية وبفكر أشوف أفكر في الحاجات اللي جاية بشكل مختلف شوية يعني هو عنده مشروع خاص بي وهو مشروع رياضي برضو يعني فأعتقد أنه محتاج حابب أنه يركز فيه أكتر فسوء عمره لسه يعني صح؟ طبعا أه لا وهي يعني لعبة كمال الأكسام هي لعبة مش ملهاش عمري يعني مش من الألعاب اللي ليها الكبر في السن أو حاجة لها خالص يعني لكن هي بتاخد مجهود مختلف شوية لأن هي بتاخد إعداد مختلف شوية خاص ببرامج تغذية صعبة وشقة مش حاجة سهلة برضو فأعتقد أنه هو في حاجات إدها أولويات في حياته تانية وأعتقد أنه إحنا قريب هنسمع قرار أعتزاله أعتقد يعني يعني شايفة إلى أي درجة أعتزال بيجرامي ممكن يفتح المساحة قدام أنا الفترة اللي جاء فرصة عظيمة أنا شايف أن الساحة هتفضى الساحة هتفضى صح؟ طيب تعالين نروح بقى لكرة اليد وناشئات كرة اليد والحقيقة عمل برضو جيم هايل قدام هينيا وفازوا ببطولة فرخية وبرضو رؤيتك إيه للسكواد ده تحديدا؟ مبدئين كرة اليد يعني إحنا دايما بنقول عليها هي يعني صحبة الفرحة والبهجة لنا يعني إنجازاتهم مش بس إنجازات محلية أو أفريقية هي إنجازاتهم إنجازات عالمية كمان الفريق ده الحقيقة دي أول مشاركة لي إحنا أول مرة نشارك في البطولة دي بطولة السن ده فإحنا في أول مشاركة نعمل إنجاز بالشكل ده طبعا مفاجأة جبيرة إحنا مكناش عارفين الحقيقة إحنا هنعمل إيه يعني إحنا رايحين ما شفناش برضو الفريق ما استعدش بشكل كافي وأول مشاركة لنا فمش عارفين فريقها يعمل إيه لكن الفريق بصراحة فاجئنا كلنا فاز في كل مبارياته في الدور الأول بفرق سكور كبير كمان هو مش بس بيفوز لا ده بيفوز أو أد بدبل سكور يعني فدي حاجة طبعا كبيرة قوي خلاص الدور الأول في مركز الأول بعد كده دور دور ابتدى أنه هو كل مباراة بيفوزها لغاية ما وصل النهائي وفاز برضو بالنهائي وهو مستريح يعني ما فيش منافسة تقريبا كانش فيه حد بينفسه في البطولة بنحييهم تحية كبيرة جدا طبعا المنتخب ده بيطمننا على المستقبل كورت اليد في مصر بيطمننا على مستقبل كورت اليد النسائية اللي كانت بتعاني كتير لازم نخلينا عارفين أن إحنا ما كانش عندنا منتخب أول لكورة النسائية لغاية من سنة فاتت ودي حاجة كان دايما بتزعلنا وليه ده كان حاصل بصلا؟ كان الاتحاد شايف أن ما عندوش لاعبات يقدروا ينفسوا في المستوى بتاع المنتخب الأول يعني هو كان بيشارك في منتخب الناشئين والشباب لكن ما كانش بيشارك في منتخب الأول فكان قرار من الاتحاد الحقيقة الحد الحمد لله مقريب الاتحاد قرر أنه هينشئ المنتخب والحمد لله حقق نتائج كويسة جدا في أول مشاركة وانا شايفها خطوة كويسة هل كانت مسألة بودجت ولا كانت أصليعين ترامنا عندي ناشئات كويسين بأكيد كفريق أول ما أعتقدش حبا فيه مشكلة إلا لو فيه أزمة في البودجت جات على حساب البنات لا هي مش أزمة في البودجت هي اختيار صرف البودجت الأولويات شفتي بقى أنا فهمتها سذلك يعني هو وجود فريق أو متخب أول في رياضة ما مش المفروض يكون من ضمن قائمة الأولويات ما كانش على رأس القائمة صحيح بس هما كان لهم حسبة مختلفة شوية أنه هما بيركزوا في الفرق اللي عندها فرص نتائج كويسة قرار أنا مش بشوف أنه ده قرار صح طبعا يعني إحنا مش بنوافق أنه ده قرار صح لكن هو كان اختيارهم كده حصل ضغط كتير من اللاعبات الحقيقة خصوصا إحنا عندنا لعبات محترفات في كورتلياد وبيلعبوا برة حصل ضغط من الإعلام المصري وكانت نتيجة الحمد لله أن الاتحاد في الأخير قرر أنه يعمل المنتخب وفي خطوة متأخرة كتير جدا لكن الحمد لله أنها هي اتخذت يعني نتكلم بقى عن طبعا المصارع المصري عبداللطيف منيع والبعض كمان قالك ده كرم جابر يعني أو شبهوا بالمسيرة وتوقعوا له نفس المسيرة طبعا هو تأهل لأولمبيات باريس وأعتقد برده ده خبر رائع جدا كلمينا بقى عن المصارعة وعن فرصنا كمان بالأبطال اللي تأهلوا المصارعة طبعا دي اللعبة بتاعة مصر يعني هي تقصص مصري المصارعة لعبة تقصص مصري لو بصينا على تاريخ مصر في الأولمبياد وفطولات العالم هنلاقي المصارعة هي أكتر لعبة بتحقق ميديليات لمصر في الأولمبياد فده اللعبة المفروض نستثمر فيها عندنا لعبة كتير الحقيقة غير عبداللطيف عبداللطيف طبعا بطل كبير جدا نتيجة كويسة قوي هو بيلعب في وزن من الأوزان الصعبة شوية اللي هو 130 كيلو دي ده أتقل وزن في المصارعة بحيث أنه هو وزن صعب شوية يعني هو مختلف شوية طبعا عن كرام جابر لأن كرام جابر لعب مهاري بيعتمد على مهارته أكتر وفنياته وده في الأوزان اللي كان بيلعب فيها كرام جابر 96 لكن 130 ده وزن تقيل شوية المهارة فيه أقل شوية من وزن 96 يعتمد على قوة أكتر بالزبط كده يعتمد على قوة أكتر يعني الأوزان اللي أخاف دايما بيبقى المهارات هي اللي بتحكم في الآخر مين اللي يفوز الوزن طبعا 130 فيه مهارة طبعا لكن المهارة ما بتبنش قوي زي في الأوزان الخفيفة بالزبط يعني احنا نقدر نقول ضمنين ميداليا مثلا في المصارعة بإذن الله يعني كلمة ضمنين ميداليا دي صعبة قوي تتقال في الألعاب النزلية بس الميداليا الأولمبية صعب أن نقول ضمنين في أي لعبة مش رقمية يعني الألعاب الرقمية يعني في الألعاب مثلا رقمية السباحة الألعاب القوة رفع الأسقال هي لعبة رقمية فاحنا بنقدر نقول اه احنا اكيد نقدر نجيب ميداليا بالرقم يعني بنقدر نحددها لكن في أي لعبة تانية بنقول عندنا فرص عندنا فرص طبعا عندنا فرص مش بس فرصتنا جاية في المصارعة مش بس عبداللاطيف منيح الحقيقة مصارعة مليانة في لعبة كتير كويسين جدا يمكن بس ما توفقوش في بطولة العالم دي يعني صمر حمزة كانت قريب جدا أن هي تجيب ميداليا طبعا لكن ما توافقتش في المقاف كانت مباراة صعبة الحقيقة خسرتها وهي ما ننساش أن هي كانت جايبة ميداليا فضة في بطولة العالم اللي فات وبرونز في لعب لها فهي لعبة من اللعبات المنافسية جدا كدفتنا قبل كده في عشر صبح في الأهلي بنت جميلة جدا أنا مش عارفة مين اللي خسرت قدامه دا يا صمر ما يفعش حد أخر قدامها يعني لا يعني هو اليوم ما كانش اليوم بتاعها البطولة ما كانتش البطولة بتاعتها هو ده اللي بنقوله دايما في الألعاب دي أنه هو ساعات اليوم مش يومي طب عايزين نعرف يعني رأيك ورؤيتك لدعم الدولة تعالي نكلم شوية على سعيدة البراليمبي تمام وإحنا عندنا أبطال براليمبيين من قديم الأزل أي بعثة براليمبية مصرية بتشارك في أي دورة أوليمبية أو براليمبية بيرجعوا شايلين ومحملين صحيح خمسين مليون ضعف البعثة الرسمية للمنتخب الأوليمبي مش البراليمبي صحيح دعم الدولة ليه الملف ده واصل لفين دعم الدولة في مثلا تفصيلة صناعة البطل الباراليمبي المستقبلي واصل لفين الأمور لا الحقيقة الوضع تحسن كتير الفترة اللي فاتت يمكن زمان ما كانش بالشكل ده كان بيعاني كتير الأبطال البراليمبيين من قلة الدعم لكن خلال كام سنة الفاتو والأولمبيين والله هم لسه بيعانوا طبعا يعني هم لسه بيعانوا يعني هو الدعم زاد لكن المعاناة برضو زادت يمكن طبعا الوضع الاقتصادي للبلد مش للبلد للعالم كله ووضع اقتصادي على العالم كله ارتفاع الدولار بشكل كبير ده بقى يعوقوا بشكل كبير جدا كل الألعاب مش بس البراليمبيين تحتاج أجهزة ومعدات وحاجات بالضبط والأولمبيين الحقيقة كمان يعني يعني في الاتحادات اللي محتاجة يعني احنا دلوقتي التأهيل للأولمبياد وحتى بعد كده الليعب في الأولمبياد محتاج لازم يبقى التصنيف بتاع اللعبة كويس لازم اللعبة تصنيفها يبقى كل ما تصنيفك كان أحسن انت هتتأهل للأولمبياد معظم التأهيل بقى للأولمبياد بالتصنيف دي من ناحية من ناحية تانية انت في الأولمبياد لما بتيجي تلعب يتحدد قرعتك لو في الألعاب اللي هي فيها قرعة ونزلية حسب التصنيف بتاعك فانت التصنيف بتاعك لو كويس هتتحط في حتة فبولة كويسة التصنيف بتاعك لو وحش هتروح في حتة أصعب فعشان التصنيف محتاجين بطولات كتير عشان نسافر بطولات كتير محتاجين محتاجين دولارات فهي المعادلة صعبة جدا دعم الدولة موجود طبعا لكن مزتش بالشكل اللي زادت فيه الأسعار فده طبعا زود المعاناة بتاعت الاتحادات كلها أوليمبي أو باراليمبي أنا مش عارفة الحل فين الحقيقة لكن الفترة اللي جاية محتاجة الموضوع ده يكون ليه حل سريع شوية محتاجين دعم أكتر يعني لازم يبقى فيه دعم أكتر من الدولة ولازم يبقى فيه سبونسور أكتر حتى فنالت من طالب اللعيبة دول بأنهم يرجعوا بإنجازات بالضبط الفترة دي فترة دقيقة جدا لأنها فترة التأهل وفترة الإعداد في نفس الوقت فأنت لو ما قدرتش أن أنت تبوش وتدفع جامد في الفترة دي المجهود بتاع السنين اللي فاتت كلها هيروح في نقطة كمان مهمة وعايز أعدي عليها سريعا لأن الكلام فيها بيدي أصلا مش عشان حاجة يعني لبنا أكون يعني بلد جدا وعندي بوتانشل كبير في كل الرياضات وبأقل الإمكانيات ناس بتروح تنافس دول كبيرة ببجت تاني خالص واهتمام تاني خالص وبقى للأسف لست في بعض الاتحادات عندي مشاكل أننا يعني بيئة طاردة لبعض الأبطال أنا بصراحة من الناس اللي مش حلوم البطل ده على قد ما حلوم الاتحاد على قد ما حلوم الظروف السيئة اللي خلت ده يحصل طبعا فيه دخليات كتيرة إحنا ما نعرفهاش بس لما أسمع أن مثلا بطل بيستلف علشان يروح يكمل المسيرة بتاعته أو يسافر أو أزمة مادية طبعا إحنا فوارق الطبقية المادية عندنا كبيرة فيه ناس تستطيع وفيه ناس ما بتقدرش فالناس اللي ما عندهاش الإمكانيات ده مش معناه أنه هو ما يحصلش على فرصة فللأسف الشديد ده بيحصل كتير وللأسف الشديد في بعض الأحيان بعض الاتحادات بيئة طاردة للأبطال بتاعتك وأزمة أنا أتمنى ما عرفش حالها فين بصراحة بس أتمنى يتم القضاء عليها يعني سريعا لأن اللي بيدفع التمن في الآخر هو المصريين أو الجماهير المصرية فبتيجي في الآخر تقول أنا ليجي ما بوصلش ونافس دول كبيرة وناس تعد على فكرة بالمناسبة لو حضراتكو فاكرين السنة في وقت توكيو من أربع سنين الناس كتير تلعت قعدت تتاريق على المستوى اللي البعثة المصرية وصلت له صح ولا غلط لو حضراتكو فاكرين ده حصل فالناس دي بقى أصلا يعني أنا ما حبش أرد عليها خالص لأن مهما كان أنت الشكل الظاهر به أو المستوى اللي أنت وصل ليه دي بلدك ما ينفعش قبل أن تقلل منها بس حاجة في الأول وفي الآخر تزعل هو أنا ليه هنا أنا ليه مش هنا هو أنا ما أقدرش يعني الواحد نفسه حتى لو أنا ما أقدرش دلوقتي خليني أمشي في الخطوات اللي توصلني فوق بعد كده لكن محلك سر ده صعب جدا طبعا هي دي حاجة من حاجات اللي بتحز في نفسنا يعني إحنا لما بنلاقي لعيب مصري يقرج يلعب باسم بلد تانية دي حاجة بتزعلنا طبيعي ده عاشق طبيعي بس خلينا نفرق فيه نوعين فيه نوع الألعاب الفقيرة هي فيه ألعاب فقرئيرة وفيه ألعاب غنية خلينا نبقى متفقين على ده فيه ألعاب اللعيبة فيها مستوى الاجتماعي بتاعهم أليل فالفكرة بالنسبة لهم هما بيدوروا على حياء أفضل الألعاب الفقيرة دي تقصدي بها إيه؟ هنلاقيها مثلا زي ألعاب المصرعة هي أكتر لعبة يمكن فيها كتير لعبة بيهربوا هما اللعبة لسه حصل من أقل من شهرين واللعب دون ذكر اسمه ظهر في مجموعة فيديوهات نهواند قال كلام لأ حاجة تزعل لما يكون واحد لسه جايب لك ميدالية ذهبية في بطولة أفريقيا واخد درع البطولة ورجع ولقى المكافأة بعد ما يتخصم منها مش عارف ضريبة تندقية تبقى أربعة تلاف جنيه وعلى وعد بإنه حيبقالوا راتب شهري سوطمائة جنيه وليلا أسهر وبيقول لك أنا أبويا بيستلف عشان يصرف عليك ألا بني وجعلك القلب صحيح صحيح هما طالباتهم مش كتير هما طالبين يبقى أنهما بالنسبة لهم الرياضة دخل يعني هي بالنسبة لهم الرياضة شغلانة بتاعتهم هو بيلعب رياضة لأن هي يعني هما بيشتغلش عشان خطر أن هو لقى للرياضة هتجيب له فلوس وهيشتغل في الرياضة يدور على شغلانة تانية صحيح فلما عرف أن رياضة سكة كويسة وتقدر تجيب له فلوس فلو ما كناش هنوفر له إحنا الفلوس هو هيبتدي يدور عليها برا يعني هي دي نواية اللعيبة اللي هما الرياضة بالنسبة لهم شغلانتهم في الفترة الأخيرة أستاذة يعني واضح أن فيه اهتمام من الدولة بالأبطال عموما وبالرياضات كلها ومفروض أنه حصل على حسب ما سمعنا أنه حيبقى فيه طفرة في الميزانيات اللي هتروح وهتتوجه للاتحادات المختلفة بما يعود بالنفع على وجود كم أكبر من الأبطال المصريين باراليمبيا وأوليمبيا إيه اللي حصلت في الموضوع ته يعني إحنا ليه لغاية النهاردة وإحنا بقالنا سنين بنتكلم تقريبا في نفس هما نفس الجملتين اللي بنقولهم الموضوع الموارد ونعدم الموارد ونعمليه عشان ننم الموارد إيه لآخر حرفض النهري كده قد إيه لا في الغالب هنفضل على طول العمر بيجل يا أستاذ في الغالب هنفضل على طول بس خلينا نوضح حاجة إن إحنا يعني إحنا لو بصينا كده ليلة كم شهر اللي فاته هنلاقي هو أتحاد واحد هو اللي خرج منه اللعيبة كلها يعني يعني هو أتحاد المصرع يعني يعني عشان نبقى كلامنا واضح ما نعممش كمان نفس المعنالة بيعانوا منها لعيبة المصرع بيعانوا منها لعيبة رفع الأسقال لعيبة الملاكمة لعب كتير لكن ليه الأتحاد ده هو أكتر أكتر أتحاد بيخرج منه اللعيبة أكيد في مشكلة تانية غير مشكلة الفلوس. يعني دي حاجة لازم نقف عندها. نقطة كويسة. يعني مشكلة الفلوس دي موجودة في معظم الاتحادات. ولكن ليه دول؟ فواضح أن هم عندهم مشكلة في التعامل مع اللعيف. واضح أن يعني. كل الهربانين قال لك عندنا مشكلة في الفلوس وفي عدم التأدير. اه بالزبط كده. يعني هو لا تأدير مادي ولا تأدير معناوي حتى. فيمكن هي دي بقى اللي لازم نقف عندها ونشوفها فين. يعني ونشوف لازم يكون لها حل. لأن احنا كمان لو نفتكر لعيبة المصارعة. لعيبة كبار بتوع المصارعة واللي لسه بيعابوا باسم مصر. قبل أولمبياد توكيو. كان منهم كيشو اللي راح جاب لنا ميديلية أولمبيا. كانوا عاملين زي إضراب. وكانوا عاملين على السوشيال ميديا حملة كبيرة ضد الاتحاد. فده معناها أن في مشكلة موجودة بين اللعيبة وبين الاتحاد. لازم المشكلة دي يكون لها حل. أنا أتفق معاك جدا بصراحة لأن تاني هنرجع نقول في الأول وفي آخر. بيدفع الثمن هي الجماهير المصرية. طيب الوقت بيجري وقبل ما يعني الوقت كمان بتاع الفقرة يخلص. أنا عايزة أسألك عن قصة هنا. يعني الأبطال بتوعنا اللي رايحين. هل إحنا بنتكلم إحنا رايحين بجاهزية. مثلا 80% 70% 50% عشان بس الواحد والمتابعين يبقوا يتطمنوا على أولمبياد باريس وبرالمبياد باريس. إحنا رايحين بأي جاهزية. مش بس أن إحنا بنتأهل. هل إحنا فنيا ومعسكرات وكل حاجة جاهزة. هل إحنا معنويا يعني كله وماديا أيضا. يعني خلينا نتطمن منك. يعني مش كل الاتحادات طبعا. فيه اتحادات يعني بيحربوا وبيعملوا. وحاجات صعبة كتير قوي عشان يقدروا يخلوا العيبتهم دايما جاهزة. وبيصرفوا كتير جدا. وأعتقد أن فيه حتى رؤساء الاتحادات بيصرفوا أحيانا من جيبهم. عشان قطر يطلعوا البعثة وما يتأخروش في الفيحة. دي معنا ماذج محترمة على فكرة جدا. طبعا. لازم نشيد بيهم وليزم نحييهم طبعا. وعلى فكرة كتير. مش قليلين يعني كتير قوي بنشوف المواقف دي بتحصل. لأن أحيانا دعم الدولة بيتأخر شوية فهو عشان. رائع أنها تحصل والأروع أنها ما تحصل. نحن ما نحتاجش إلى هذا. صحيح. صحيح. إذن ما زي بقى أحلى وأحلى الحقيقة. طبعا. أكيد طبعا. يعني ثقافة نلم من بعضها. لطلع بيحسا ما تهيليش إنها مرضية لجمهور المصري. معك حق فعلا. ده معك حق فيها. لكن هم بيضطروا. يعني هم بيضطروا بيبقى التوقيت دايق. إنت لازم حجز الطيران مثلا. إنت لو اتأخرت في حجز الطيران شوية. هتقف عليك سعر التسكرة بأضعاف سعرها. هم بيضطروا يحجزوا لغاية ما تيجي مثلا الفلوس من الوزارة. يعني فيه حاجات زي كده. السبونسور دخل حقيقة في الاتحادات خلال كم سنة اللي فاتوا. يمكن فرق شوية. لكن ما فرقش بالشكل الكافي. يعني إحنا لو واحد من عشرة من السبونسور الموجودين في الكرة دخلوا في الألعاب دي. البضع هيختلف تماما. إحنا بفاضل سنة على الأولمبيادة أقل من سنة. يعني يريد لو نقدر فعلا أن إحنا نوجه الشركات الكبيرة. أن هي يدعموا الاتحادات اللي عندها فرص تحقق ميديليات. يعني إحنا مش هنقول كل الاتحادات يتم دعمها. ولو إن ده يعني هو ده بيحصل من الوزارة. الوزارة بتدعم كل الاتحادات. بس هايحصل فارق لو ده حصل فعلا من السورة. لكن لو ركزنا على عدد الاتحادات اللي عندها فرص تحقق ميديليات أولمبيا هم معروفين. يعني الحسبة معروفة والصورة واضحة. فلو ركزنا عليهم الحقيقة الوضع هيختلف تماما في السنة اللي فضلت. ربنا يسلح الحاجة. يا رب. نورتين يا أستاذ. شكرا جدا أستاذ دعاء هي على وجودك معنا. هنروح فاصل مع حضراتكم. نرجع عشان الفقرة الأخيرة خليكم معنا. ونرجع ونقول ماتش مبارع كماتش جميل من كل الزوايا وعلى كل المستويات والأصعدة. لما تبعنا وجدنا ما يسرنا وما يطمئننا كمان. فوس مستحق بالأمس للنادي الأهلي بثلاثية ضد سان جورج الإثيوبي. طبعا في رحلة النادي الأهلي للدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا. عندنا كلام كتير جدا حنتكلم فيه في الكورة سواء معان النادي الأهلي ودوري أبطال إفريقيا أو كرة القدم العالمية. دي الملفات اللي هنفتحها مع ضيوفنا اللي منورنا. الأستاذ سليمان النقر الناقد الرياضي وكمان أحمد السعداني المحلل الرياضي. صباح الفلو منورنا أهلاً. سعداني أحمد ودي معكم. أول مرة معنا صح؟ أهلاً بيك نورنا. صحيح أحمد بقى أنت ضيوف دائما. صاحب ستوديو. سليمان ولا سليمان؟ هو المفروض سليمان. سليمان. الدارج سليماني. تعارف بصرح لدينا أسباق معينة ما بتتضيحش بشكل جامعي. كده بطريقة معينة. منورنا على كل أعبار. خلينا نبدأ بقى بالحديث طبعا عن مبارات أمس. وبعد كده حنفل بقى الصفحة ونركز في اللجاء اللي نستعمدنا منافسات كتيرة جدا. بما أننا بقى ضيفنا أول مرة حنبدأ معايا أحمد عاشد. خلينا أسألك شفت إزاي المباراة وفي نفس الوقت برضو. هل أنت بتشوف الأداء بتاع النادي الأهلي كان أداء فعلا مرضي؟ وهل الأداء ده لو تم معه منافس قوي. منافس على نفس مستوى النادي الأهلي. نقدر نقول برضو أن الأداء أو النتيجة ستبقى برضو واحدة؟ خلينا نبدأ من بداية هو الفكرة أن الفوز مهم جدا للأهلي في بداية مشواره. أتكلم عن البطل. فكان لازم أن تظهر بمستوى يكون فيه رسالة لكل المنافسين أن الأهلي منافس قوي على البطولة في الموسم الجديد. ومش يتخلى عن البطل. المهم كمان أنه كان الفوز وأداء بنتجة كبيرة 3-0 يعني نتيجة مطمئنة. هتريح الجهاز الفني في المطش اللي جاي في المطش العودة. هيبقى عنده خيارات كثيرة. عنده تنوع أنه مثلا يقدر يريح لعيبة من اللعيبة الأساسية ويبدأ السياسة تدوير مبكرا عشان يتجنب الإرهاق اللي حصل في نهاية الموسم اللي فات يمكن. كمان هو تتكلم مستر كورار في الحوار ده وقال إننا يعني الموضوع ده هيريح لأننا عايز أعمل تدوير. التدوير يبقى مهم يعني عشان يبقى يعني برضو ما يبقىش فيه تفاوت ما بين اللعيبة الأساسية اللي بتاخد فرص كثيرة مع اللعيبة البدء. لأنه اللعيب برضو لما يبعد كثير عن الملعب صح وفعلا قال كده وقال التدوير كمان هيخلينا لو في أي إصابات ما نشعرش فيه أي إصابات أو غيابات بسبب الإصابات أو أي سبب إن كان. هو هو بسعى إنه يخلي الأهلي هيلعب بأي إحدى شهر لعب ما يتأثرش بأي إحدى شهر لعب يعني أي إحدى شهر لعب يمثلوا أهلي جوة الملعب. على جاهزية. هيقدوا الغرض ويقدوا المهمة المتابعة. والإحدى شهر يكونوا جاهزين كمان يكونوا جاهزين يعني هو كمان يعني مستر كورار ما بيتعاملش إنه عنده أساسي وحتياتي. كل اللعبة بالنسبة له أساسية وكل اللعبة على مستوى واحدة. والحقيقة بالنظر لأسماء ونوعية اللعبة ما ينفعش فعلا تقول إن ده فلان أساسي وفلان مش أساسي. طب أحمد إنت وإنت بتبع مطش مبارح أكتر حاجات خدت عينك إيه وإيه المشاعر اللي كانت جواك وقت نهاية المباراة حسيت بإيه؟ بص أنا هقولك على حاجة يعني أنا ببص لمطش من ناحية تانية شوية ناحية إيه؟ ناحية إن أنا بالنسبة لي لأهلي دلوقتي زي ما سليمان قال كده ما فيش ثاني بين أساسي وحتياتي. ما عليش إنت حسيني أنا لو سألتك مثلا مين كان نجم مطش مبارح هتقول لي مثلا حسيني الشحات. لو سألت نهوان ده ممكن تقول لي إمام عشور. طب. إنت لو بصيت هتلاقي إن إنت مثلا عندك في التلت القدامين اللي كان مشكلة للأهلي زمان عندك بيرسي تاو حسيني الشحات أحمد عبدالقادر ريدا سليم مثلا الأربعة لأ على الأربعة كاتجري جامد جدا. إنت أي اتنين في الملعب يلعبه جامدين جدا يعني هو معشور بالنسبة لي لأ ولعيب كبير قوي على فكرة أنا من قبل ما يجي الأهلي وأنا بقول عليه أجمد لعيب في مصر. هو فعلا 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 إمكانياته كبيرة جدا وعمل إضافة جامدة جدا جدا في الأهلي. ومرايح مستر كولر جدا أنه بيلعب تمانية وبيلعب عشرة وفي نفس الوقت لعيب كورة نادر قوي معلش أن ما تلاقي تفندر في الدوري المصري. متكامل بشكلته. هو بالنسبة لي أنا هو متكامل. لأنت نادر قوي أن ما تلاقي تفندر في الدوري المصري بيشوت برجلين لتنين وعنده دريبلينج وبيخبط يعني تفهم قصدي. فهو لا أمام عشور لعيب جامد وأنا عجبني فعلا سياسة التدوير أن أنا عادي حسين الشاحات مش موجود ريدا سليم بيرسي تاو أحمد عبدالقادر بنشوف بيجيب جون في آخر دقيقة جون عالمي. حلو جدا وهو لعيب جامد جدا. عنده هو الحتة بتاع تعرف كرة بتاع الشارع دي دعم الحواري وعنده النهارة دي عالية جدا. على فكرة أحمد عبدالقادر يعني عنده القدرة أنه هو يبقى أجمد لعيب في مصر إمكانياته عالية جدا. هو بس يعني محتاج يزبط شوية حاجات كده وفعلا هيبقى في حتة تانية هيبقى من أهم اللعيبة في مصر يعني لو ركز. مين من اللعيبة نوجد نظركه ما كانش أداءه الأفضل مبارح؟ أنا شايف أنه كل اللعيبة قدت اللي عليها يعني ممكن. ممكن كهرباء. ممكن كهرباء ممكن كهرباء مكانش موافق بس مش أكتر يعني. بالأداء اللي احنا نعرف. آه يعني أنا متعود أن كهرباء ممكن مماش كله ما فيش وممكن في ثانية جدا يطلع يجيب جوت. فكهرباء مبارح تحس أنه هو مكانش مركز أو كان مركز قوي في لعيبة يعني حاجة ممكن المهاجمين دايما يبقى أخدين بالهم منها. المهاجم لو نازل مركز أنه هو لازم أجيب جون. ممكن مثلا عشان موضس جي فهو عايز يبقى ماش كوز كيف. فهو نازل مركز أنه أنا عايز أجيب جون. فعما البراشر ده بيبقى عليه ممكن ترأيه كور سهلة كتير أو يضايح. على ذكر الجون. أنا يعني اللي عجبكو أكتر. هل الجونين اللي جابهم حسيني الشرحات. أو الأسستين بتوع إمام عشور والكهرباء. ساعدني بقى الواحد واقف مش عارف أنهي الأحلى في الاتنين. الهدف نفسه ولا الأسست اللي اتعمل. قول يا سلام. هو بصراحة الأسست من إمام كان حلو جدا في الهدف الأولاني. يعني فكرة أنه أنت تخلي حسيني الشرحات في مواجهة مع آخر لعب بحسي الرأس والليم وحط في الزاوية البعيدة. يعني دي كنا مفتقدين مستمعها في الأهلي. في المجمل أنا من وجهة نظري شايف إمام هو نجم المباراة. أي أن كان حتى لو ما عملش أسستاته ولا ما جابش جوان بس بالنسبة له نجم المباراة. لأنه هو الملعب اللي بيشتغل وبيخلق فرص كتير. وكمان يعني فرق كتير مع الأهلي في الزيادة العددية. يعني إمام بتلاقي مثلا مش بس لعب نصر. لا ده بيزيد مع الثلاثة اللي قدام وبيقدم الزيادة وكمان بشوت. عنده المهارة الفردية بيعرف يخلص الكورة. بيعرف يعني أنت كان عندك الهوسة كانت بقول اللي بترجع من الدفاع. ما كانش بلاقي حد يقابل الكورة فبرجع شوتها الثاني. إمام عشور في الثلاث مطشقات اللعب ومع الأهلي يعني عوضنا عن الحتة دي. يعني من نوجة نظري شايف إنه إمام عشور هي القطعة المفقودة في التشكيلة بتاعة كولر. كولر كان بدور على النوعية دي بالذات من اللعبة. عوضوا كتير. خصوصا إدالوا ميزة في أكثر من حاجة يعني. إمام عشور مميز جدا فكرة الطريقة اللي بيحبها كولر. أو اللي اعتمدها خلاص مع الأهلي اللي هي 4-3-3. ومميز برضو في طريقة 4-2-3-1 إنه بيلعب برضو في نفس الوقت بلايميك. أو بيزيد أو كمان بيركز بحاجة معينة إنه بيلعب على ناحة الشمال. عامل جابها نارية مع ريدا سليمو أو حسين الشحات. كان من فيهم اللي بيلعب مع علم العلون. وكمان مع الانسجام أكتر الموضوع هيختلف جدا. لازم إمام عشور يسمع اللي أنت قلته عليه والله. يعني أنت يعني أعتقد حيفرح لأن أنت شرحت بشكل كده كمان فني وتفصيلي. وهو فعلا صفقة أنت بتأكد إن إحنا يعني مش محتاجين ده. بس فعلا صفقة كانت صفقة محترمة جدا وحضيف بشكل كبير جدا الفترة اللي جاي. طبعا إحنا مش هنباغ لو قلنا إنه هو يعني من أهم. هو أجمد العيف في مصر. من أهم السفقات اللي عملها الأهلي خلال آخر خمس سنين. وإنت رأيك أي بردو يا أحمد؟ على أمام؟ لا رأيك بردو. بصنا بالنسبة لي هو الجنين بتوحسين الشحات كده كده أحمد عبدالقادر. هو حريف جدا دكتهات شخصي منه. الجنين بتوحسين الشحات مميزين أوي بالنسبة لي لسبب. أول جن حسين الشحات نادر أول ما تلاقي العيف في مصر. بيحضر وبيجرب ميل. هو الكرة جايله مثلا حطاها وجارب ميل وشايف المساكة اللي كان داخل عليه وهو يديره كبري. دي حاجة بالنسبة لي مهمة لأن فيه العيبة في مصر كتير جدا على فكرة. وبتلاح فاندية كبيرة. بيستلموا الكرة وبعد كده يفكر هو هيعمليه ويرفع عينه ويبص. دي نقطة كانت مهمة. خاصية دي موجودة عند ميسي يعمل سكان كده. ميسي يا جماعة جماعة. فاشوله 350 سكان في ماتش. طول ما هو ماشي عمال يبص منه. والله العظيم ده بجده. فالموضوع ده مهم جدا. تاني جن بالنسبة لي كرة اللي هي قلشت من كهرباء الطريقة عالية قوي دي. مش أي واحد يعرف يوقف كرة اللي استرامة اللي حسين الشحات وقفها بالهدوء دوت وإركنها في آخر الجن. مش كل لعيبة في مصر خالص طرف تعمل القصة دي. ممكن لعيب كنت يجي استرامة الكرة اللي هي طاولة منه مترين مصر. فلا حسين حسين لعيب كبير بصراحة وإضافة وعنده ميزة ان هو دايما موجود في المناسبات الكبيرة. دايما حسين الشحات موجود في المناسبات كبيرة يركز كده حتى قبل ما يجي الأهل. افريقيا بالذات. افريقيا. بيتحول. بيتحول بيبقى. لا هو لعيب كبير جدا. حسين الشحات لعيب كبير جدا مش خلاف عليه. هو كمان تكملتنا لكلام أحمد. حسين الشحات بيعرف يلعب حلو أو يفوح ويهدور الجمهور. يعني فيه لعيبة معينة. بيبقى ضغط عليها. وفي العبس. مودها بيبقى حلو في وجود الجمهور بتعرف تلعب وتبدأ. يعني حسين كمان في الجول الأولان أنه ياخد الكرة يحطها ما بين رجلين مدافع سان جورج. وبعد كده يركنها في الزوال البعيدة عملها بطريقة حلوة جدا. بصوا يعني حنايفل بقى الملف ده. وحنبص لقدام. لكن قبل ما قفله أنا وكريم تكلمنا في التصريحات دي. أنا عجبني جدا جدا التصريحات الخاصة بعض مجلس إدارة سان جورج. لما تلع قال يعني حظينا وحش أن إحنا بدأنا مع النادي الأهلي. النادي الأهلي برضو بعيد جدا. إحنا ما كناش أكيد حطين أن إحنا نفوز. وتكلم عن إدا كرادت لإمام عشور وحسين الشحات. يعني كلام كنا كده كده تصريحات متوقعة. بس تصريحات محترمة أن أنت تسمعها طبعا من منافس. فبس هنرجع نقول تاني دي البداية السهلة. عندنا بقى مواجهات وعندنا تحديات في الفترة اللي جاية. من وجهة نظركم إيه التحديات الكبرى. سواء محليا أو إفريقيا اللي بتواجهه منتظرة النادي الأهلي. فترة اللي جاية. بالنسبة لي أنا شايف اللي هو الدوري الصبر الأفريق. يعني هو أكبر تحدي خصوصا أن سيمبا مش هيكون منافس سهل. يعني ربما الناس تبقى متوقع أنه مثلا هتعدي المباراة الأولانية. فبعد كده هتدخل على سانداونز. هو طبعا التحدي الأكبر بالنسبة لكل الأهلوية هو مات سانداونز. بس أنا متوقع أن ماتش سيمبا مش هيكون سهل. خصوصا ماتش الافتتاح حتى هيكون على ملعبه. وهم يعرفوا إلعبه يمكن لعبناه من حوالي سنتين. الأهلي خسر واحد في الماتش اللي كان لويس مكسوني معهم قبل ما يجي الأهلي السنة. قبل ما يجي فيها الأهلي. فالماتش هيكون صعب يعني. بس يعني الحاجة المقالية المتفايلة إن أنا بثق في قولر. إنه بيعرف يقرر الماتشات بشكل جيد جدا. يعني يمكن دي بيتميزوا. وفيه كمان إنه بيعرف يحدد أخطاء وبيصحها وبيبني عليها كمان. وده اللي كان نقلة في مشواره مع الأهلي. عمل تطوير في علموء أحمد؟ أنا بالنسبة لي البطولات كلها مهمة بصراحة. إحنا الأهلي مفيش بطولة أفريقيا أو كسا. أصعب التحديات اللي موجودة. ممكن ممكن سوبر الأفريقي برضو هيبقى. هيبقى صعب. لأن الماتشات الأفريقية بالنسبة لي بصراحة بتبقى مكالكعة وبتبقى ريخمة وبتبقى ريخمة للعيبة. فأنا بالنسبة لي ممكن زي ما سلمان قال الماتش سينبا ده هيبقى ماتش صعب يعني. مش مش هيبقى سهل خالص. بني سهل الحال. طيب قبل ما نختب بقى معاكم لقاءنا برضو باسمنا إيه طلينا طالة كده على كرة القدم العالمية. وتعالنا نتكلم شوية عن ليفر بول. وهل في رأيك إن ليفر بول الموسم الحالي مختلف عن الموسم اللي فات ودور محمد صلاح في اللي حصل إيه؟ بصوا ليفر بول أنا بالنسبة لي مختلف خالص. الصفقات اللي عملوها جمدة جدا. سوبوز لاي وما كالستر اللي اتنين دول اللي لعبين رقم تمانية جمدين جدا. هما كان ناقصهم لعيب رقم ستة بس لعب تحتهم جيمة دل هو مثلا كايسيدو اللي راح تشالسي ده. سواء ما جيش وراح تشالسي يعني. محمد صلاح لما تبص على طريقة لعبه دلوقتي. لأ هو طريقة لعبه مختلفة خالص عام من 3-4 سنين. هتلاقي جاري وقال سبرينتات وقالت بس زاكي قوي بيبقى طالع من المطش. أكثر نوتجن كمانا. أكثر نوتجن بكتير جدا. هتلاقيه طالع من المطش مثلا مش جاري قد اللي كان بيجريه مثلا من 4 سنين ومن 3 سنين. بس طالع جايب جنين عمل 3 جوان. فهو خلاص نادق قروان جدا. بقى عارف ان هو ازاي بقى قل مجهود. وممكن على قد المطش وعالكلام ده كله. أطلع مكاسب الفرقة وجايب جون وعمل جون. فمحمد صراحة بصراحة في حتة تانية. وأنا شايف ان سوبوز لاي بتاع لايبزك ده لعب كبير جدا جدا. هيفرق قوي مع ليفر بول. لازم كلوب بس يبدأ يقعد جاكبه ده شوية عشان بيشلين يعني. ويلايب نونز لكن ليفر بول السنة دي. تتطفق ولا تخداري؟ أنا متبق تمام معه بس يعني هضيف على كلام أحمد حاجة. أنه يعني أنا شايف أنه كان ليفر بول برضو محتاج بخلاف أنه محتاج لعب في مركز الستة. يعني كان فيه أكتر من اللاعب قدامه كان ممكن يجيبه زي كيسيدو. بس هو للأسف فضل تشيلشي بالآخر. كان فيه برضو ممكن امرابط اللي هو راح مانشستر رونيتد. كان فيه فرصة أنه كان فيه كلام أنه ممكن يجي. برضو محتاج حد في قلب الدفاع جنب فاندايل. ومحتاج يعني من وجهة نظري جناح تاني يعني برضو بنفس قوة الصلاح في اليمين. يعني أنا شايف. حد موازي لي في الشمال. آآ يعني في الشمال شايف أنه لويس دياز بحالات. ممكن مطر يكون مفيد للفريق. ممكن مطر ما بيكونش بحالته. يعني الجابة اليمين بفعصة الله طبعا أقعد كثير. ويمكن هو نجم الفرقة. المشتوى يعني في الطالع هو نونيز. يعني السنة اللي فات كان فيه تفاوت في مستوى. بس في المجمل يعني أنا شايف زي ما أحمد قال أنهم صحح كتير من أخطاء. لأنه كان مشكلة ليفربول بشكل عام في النص. فكرة أنه يجيب الاتنين اللي هو سويس لايو وماكاليستر. الاتنين فرقوا جامد. كان نقلة في الوسط ليفربول. والسبب أساسي أنه دلوقتي موجود في المنافس. وإلا كان لو ما كانتش حاصل الكلام ده كان هيبقى في معناه زي الموسم اللي فيها. طب لو قلنا مان سيتي وليفربول والاتنين متقربين إلى حد كبير في الدوري كمان الإنجليزي. الآن نتكلم مين الأقرب يعني من وجهة نظركم برد. لا بروسي أقول لك حاجة هو منشستر سيتي بعيد أوي بصراحة. بس أداء بردو مختلف وبيفجأك وبيتطور ومتشاطه فعلا ما تعرفش تحسبها. آه يعني منشستر سيتي لأ يعني هم بالنسبة لي مبوزين الدوري. هم بجد انت شايفة ليفربول والله العظيم. يعني أنا بحب بريمير ليج ومنافسة وبتاعه. مش الدرجات. لأ إنتي بتتكلمي ماتشا الأخراني مطرود منهم واحد بلعبوا شوت كامل مطرود منهم واحد فرق. أنا مش عارفة شوت عدول. مش عارفة شوت عدول والله العظيم. أنا أنا يؤسفني أقطع استرسالك لأني عندي لك خبر مش حلو إحنا وقتنا انتهى. يا دو بنرحق نشكركم في كزير الشكر لنورتونا. هنعمل إيه الله ملا اعتراض محكومين بمدة زمنية منشكركم ونورتونا شكرا جزيلا. عايش الوقت دايق طبعا بس يعني أكيد هتنورونا مرة تانية. يعني اتشرفنا بيك أكيد سليمان نورتنا. شكرا لك يا أحمد. مشكر حضراتكم على متابعاتنا. والوقت فعلا بيجري بشكل سريع. نشوفكم بكرا إن شاء الله وملف جديد وحلقة جديدة. السلام.